كان موافة احلامي حلم الصفر البادخ الرجل المفردة الهيبة والحسن والذي مجرد ما كانت ما حكيته او كانت خيل نبرا ديانو كنحس بحد الاثر مهيج للروح لحد لعبت كل شيء يطلق عليه الهدوء والملل الشارع على بره كل شيء خيالي من المرة في هذا النهار الحار من شهر يوليو لم ينزل هذه الا مصوت المكيف الذي يطلقها من وقيتها لوقيتها ذلك القرقع هذه الهيبة بحل لكي يستجير من ذلك المجهود الذي يبدله لكي يحسن الأجواء كانت النظرات جراينيها العسريتين الواسعتين في المراهية بحل لكي تنطق من بعض ديال الخيمة اللي كتحس بها هي عارفة ان حياة فاش حم حاجة اللي يمزيانة خسا تكون ممتنة عند عائلة مترابطة عند أمه قبل اللي فاضلين عند عمل عند صحتها بخير الشكل ديالها مقبول حمدت الله واستغفراته ولا تتوضت وصلت لدهر اللي كانت ما زالها محتلها حتى تستجادة ديالسلة الصغرقات في الدعاء الدعاء المتواصل الجميع كتأجل الدعاء النفسة حسن نهاية حتى تتلقى نفسها فجأة بترتيب من أهماقها اللهم فرح القلبي يا ربي فرح القلبي رسحت أنفاسها بعد الدعاء حتى تبدأك السكون والإسلام وهي ساجدة وطال الوقت بهاوية كتحس ب بعدها من الرغبة في أنها تنود حتى تتفضت فجأة مني سمعت شي صوت اللي موراها حتى نشي حاجة هكا هكا قفزاتها يعني رجعت نت ايمان هكا قد تنشي حمي خلاص غير مبتع الان اهذه الطويلة اهوه انت تحدي سجادة ناريا يا مية اذهبي اهه انا اعرف انه يجب ان اتكساء واشنجح الميسين ان التحكي لان اتصفق صحيح اهوه كان رأسان السجادة اههه اوه انت جmind جرعتني مية اوه قلينا ايها اصنع ادعوه الطويل انت تخفى السجادة هكذا كان دعي الله انه هديك يا رب امين اخبرت النتيجة امسا غسبان ما زل ما عرفت يا الله يعونك ان شاء الله وتنجحي يا ربي يا ربي يا ربي هاد العمل نجح فيه يا ربي انتق ايمان اللي بديك ان نبره للمؤده وانيما دياله واش نشيها حديها في حفاظك واش تحفظيك النار كامل واني كامل متى تفلعي ما رجل شنجلي شاغلك الكورة الافريقية العالمية كل كثير قابل قرأت الكورة حسنلك الكورة راحياتي يا صاحبتي حياتي ومستقبلي ان شاء الله مادش نفشل فيه دبتشوفي دبنا ان شاء الله يكون طبيبات اسنان معروفة وكتلعب الكورة الكورة النسائية ايمان دستكتشوف فيها كتصغر بلد الاخت اللي انت شوية شافس ايمان مجلة رياضية شرعة تامي دستكتشوف فيها ما هذا الشي شو أحدثي وش تضيعي فلوسك بالشي هذه المجلة هذا ما اسمي مهم المهم اني كانت تفرجها لها الصور يلحي احبابي كلهم الله تحمقه نحن عندك الانترنت تدخلوا وشفي كل شي لا كنت تحلي الوراق وكتشوف واحد المتاخرها في شكل كتكون الصورة هكا مني تشدامي تحسبها مشي بحل الانترنت كتبت عالم افتراضي شوية نطرس ايمان ديك المجلة مني دمين تتكتشوف فيها حتى تجينا على واحد اللعب الملامح ديالو كسبا غريبة قررت الاسم اكثر مرة بل الاسم ديالو حل العربي يمكن غلطة منطبه هي تتكتشوف في ملامح ديالو هيني خضرين دك الشعر كحل هكا طويل بسامة ودافية دك الألف الحاد حتى قلت ايمان شو كون هذا؟ امتخرج للعب ثاني؟ هذا زياد ادهر الحبيب ديالقلبي كي شو حد ما يعرف زياد يوعه كتصوري انا ما كان عارفه شل الله امتا بان هذا وامتا تشهر؟ تشهر مجحل لانتين لمشي عايشة في الدنيا رح نسو الاصل ديالو فرنسي حد ساب ما وما فرنسية وعند جنسيات الفرنسية هاااا لقد حيث هناendo encias انخبول فرنسية كانون الطبرة تمت تقول healed فضول جود لتكلم حيث قريبية ديالو في فرنسي عايزة الأعلى Birthday وطبيعة ديالوجة في الملهب على سنة يقرب من سعوده عشرين سنة ورجعت معينها تشوف صورته متحجبة تلك الضحكة الدافية لدرجة انها حيث ستعرفوا مش حال هذا ورجعتك تقرأ شخصية معلومات شخصية خليلها عليه كثوم غامض حيث الشخصية ما كيعرفت احد ما كيدخنش ما كيشربش ما عندوش فضائح في المجلات ولا صور ما لحسناوات حيث احد ما كيعرف عندي شي حاجة من غير اللعب ديله في الملهب عجبات الصفات حسنات بقلبها كيخفق هي اللي عمره مهسمت في المواضيع ولا بكرة القدم ولكن تسأترات به ما عرفتش هلاش هي اللي خلت مرحلة المراقم ورها من سنين هادي وده بعدها ستو عشرين عام ما عرفتش هلاش تصمرت عينيه لهذه المجلة بالطبط ممكن شكل ولا النظرتي العيني اللي حساسة انك تقول الكثير كحساسة انه فيهم بزاف جيل غمض حساسة قفزاسة وايمان النفضات من بلاصة نهاري قتلت سنيني اللي اوجه شخل حاسة مره احده وباقي هكا سالح اختي سنقول الكرا هيشام برا شكو هيشام مي سلامة عائلك يا حبيبة هيشام ملتمسك دق الجرس دي الاندار بسيد قالس ويكا سحاول تقل المالمح دي المي اللي ترمسه سترمسه لوجهه لا مبالاز وليشنو غادي ندين لي نوضيق السماس سلمع لي وكده عادي انا مكن سلم على حضرك عارفة ويلا غا نوضي غادي مادر 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 يدرغ السواب وصافي قل لي سلام عليكم غنى سماي ويكا تسمع يلتحكاس ايمان ويكا تهتف حبقه والله ساحبقه رغدي سمعك بابا فاقه لمازاله فاقه مزمه رغدي ساعة ويشد المجلار يا ري حبيبه سدات الباب ويكا تشوف فيها وكا تبتاسم على برا كانوا ديك الحوارات اللطيفة كانت مي ديك اللاقيلة الهادي او كأنها انتخرب من غير دخلات تقفز في اختها وتخلعها قلت سهي شام مواجهة الايمان اللي كانت كتشوف في التلفازيون شوية كتشوف فيه شوية عارفة بزاف شنو اللي كا يدور في بالو كتشوف فيه شام اللي كان واجهة ما بدانه الايمان الوضع متشابك وايمانها عارفة كتنطق بالقليل والصمت عندها كثير بحل لك اتعطي فرصة الخصص صغيرة قطعت ذاك الصمت وانا دخلت المطبخ تتاخدش عصير مونهش ورجعت لك حتى تلقام كيتكلم عني على تكساح بالعينين الخضروتين شعور بذك دقة دية القلب إضافية شجحتها بدلت ادار جبتها مالك شنو كاين قلبها يضغب حتى الصورة ماشي تبهية كي وصفوا ذاك المعارض الفائقة كي يذكروا لدعم مصابها بلا بلا واحد من اشهر الاهداف دياله وقعت لدرها كاليت طول الوقت تدخلت ايمال لغرفة دياله الاحسن لا ترجع للعزلة دياله وعالمها الصغير ثم بحث ذاك المجلة كانت بدارها درسها بيت تحت لوصدها دياله رجعت دفعتها هذا هو الحل الوحيد احسنت بلعطش جفاف في الحلق شفيفها هاكا تحسمتها هما جافتين وظلم الحال اذا نحسات وغاد تكون نحسات بزاف كانت بخاطن الساعة كانت نحسات انه نحسات هاكا تحذر فيه باش يجي ولكن باين انه شافت تليفون تسعود نحسات من الخمسة لسعود وضعت ثلاث المغرب لش ما في قزها شمي نحسات هاكا كانت تمشي كانت تحسم شوية الدخل هما ربا كانت تريد أن نعصد نعصد النهار ديما يكون عمر بالكوابيس لا تتفكر شيئا منهم لا تتفكر الشعور الشديد وعدم الإحساس بالزمن والمكان خرجت الكولوار كانت تمشى بشوية وهي شادة داقراء الماء كانت تفرجة في حال مباراة كالعادة وميكا تغوط فرحانة حتى قربت لها لماذا لا تفايقتين انه صليل المغرب وجيت سعدتك حمرا لا لم تفايقتين وميكا من الناس أميكا وميكا أصدق قد ترى في الماء قد تشرب وعيني على الشاشة وفجأة كانت تغطيق بالماء وعينها في مباشرة جاءت تلك الكحة ستخرج كلمة من رئتين وقاله كانت تصفق وشجع وضعت منه أحد الهجماء ويصفق لي شافتوا قدامها كافة الفازة لحما وذما كانت تغطيق وطلب الله أنه يمارك الهدف قد تساءل ما هو اليوم؟ اليوم لا أعلم يزيد ما هو هذا الشيء؟ كل شيء يبقى بالغزيان قد تلك الحلقة مازال كحرقة حيث أن قد تضرب لي على ظهرها وبحركة ناية لكي ترى الشرق ورجعت البلاسة بعد ما خنزلت في أمامها ونظرت أحده لكي بعد على إيمان حيث أن محمد وزيد 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 وفتت إيمان أخوها قد أسمها ورجعت إلى الشاشة ترى تدني 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 مراهقة لدى تدني تدني مصدر يجب أن تسأل ما هي الشعور لجزء لعبك لكن لاحظ بناء من خلال بشكل لأنه يكون مجرد لاعب دازو تقالق وهي كتشوف فيه سبا اللوت شافتو جميع الحالة دياله القتل القلق الغضب الفرح مليك يسجل الفريق دياله شي هدف وكانت منجاد بلديك المباراة على غير العادة بطريقة عمر مدارسة من لسالات وقفات ودخلات الغرفة دياله هكاك قصة حدا الفراش وقل هكا غلي رجعت لمرحلة المراقة وليشنو قائنا هي مش حالة دي فقطات الهتيمة بأي حاجة بالمشاهير ذاك الهتيمة بالعالة العادة في المبالغ فيه او الان الجفاف اللي كانت في حياته واللي خليها قدير هكا ذو ذات لي الساكحلة خصوصا انها لست لشية كاملة وهذا تلك الافكار اللي بقت مضطرة اصبحنا واصبح المركل لله دخلت ايمال لعمل دياله باللساس بعد ما اصل المتسل قد تكسالام هكا للزمراء دياله في طريق المكتب رجعت راسا اللور هي كانت فكرة البارح كانت متأثر عاطفيا بطريقة السيرية كانت صبح بطع او لدك الملل اللي في حياته خلاك تهيش ذاك الحدث وقد تخم ذاك الاحاسيس هاي غالثة مهندسة كومبيوتر متسازنة متعقلار زينة وجيتية عندها مسؤولية وبرامج كتسنة تصميم ما عنده شي حاجة انه غير العمل دياله عالناس فكر فيه مكيش غلاحد لا زياد ولا غيره شكول الزياد هذا اصلا بلاعب كورة قدم شحال كانت صخيفة البارح دوت كتشرب من قهوة وهي كتتحك كتتحكى العراسة تملكت نفسها مني حسات بالله شي حد جاي كان المدير دياله فات ايمان كانت ترده لي تصحية وكيستفى منه على شي مشكلة لي كانت هكا سؤتفائهم مفساها من سيام زمينة دياله في العمل واضحات لي الايمان الأمر بلهجة واتقة هادفة ايمان انا عارفة ان كان بينكم منافسة من زمان ولكن بغيت شد شيء اثر على الخدمة تمسمات ايمان حد شيء تسالة على الاقل من ناحيتي قاطع الموتر حاولوا تتعاونوا مع بعض من الافضل هذا الشيء اللي بغى انا نيتسا انا معرفتش مكن قدرش نخدم في جوها كيكيكون فيه المشاكل اذاكو يلا حاول ان بغيت شدك وقال برحي تكرر تاني خلها وخرج بها كتشوف فيه ما عجباش الحال على المشكلة اللي بقعتك ماشي ملاد لانه يساويها معها يساوي من اللي كتفتعل مشكلة سامد وبين اللي كتبعث عن المشاكل هي اخر شخص كيقلب عن المشاكل والجدل سبع ديالها طيبة وكل شيء كيعرفة هذا طرزنا بعيد اوازي لا تسمي الشجن بالحيط سيهام عمر من سات بيلا الدكتور اللي كان كيقررهم في الكلية وهنا رشح ايمان للوظيفة في ذلك الشركة في حين تم تنحيتها عن التعيين في الكلية ولكن هذا الشيء مدرج ما سيهام اللي بقعت جادت هكا وفضل شيء من المعرف ديالها بالوساطة قدرت انها تدخل بصعوبة للشركة وبقت هكا كتصدر على صداقة ديالهم وذيك المنافسة ديالهم الشريفة القادمة ولكن ذيك المنافسة انا كانت صغيرة في المخيلة ديال سيهام فقط وفي الصدفة جمعتهم مرة واحدة في ترتيب العشر الاوائل في الفلقة الثالثة هذا الشيء مكي يعني ولا بالنسبة لها حسن المدير بنفسه ما كي ادرش هكا لديك المنافسة ديالهم خلت ايمان المكسب ديالهم بشتر ريهام مسؤولة العلاقات العامة مثل المثالها ردت ريهام ما الحبيبه مع الصباح للصباح سوري بسيوشيهام داخل جايني الأول ما رأيك يقولي يم بغيش مشاكل وديك المنافسة بينك وبين سيهام تأثر على الخدمة قادس كانت موت ريهام تضحك وقال بنتت يدها كتقاد شعره وهي كتقول عصول ميستر شيهام كش بنحصول صاحبتي وش انا كانت شي منافسة بيني وبينه هي كتكدبوا وكتصدقها ولك عارفة ايمان هي دابا ديالك المنافسة بين ناسكم وانا ماني انا لكن شوف يخدم سيارك عارفاني بكان بغي نفس حد بكان بغي حدي نفسني صافي سهدني سهد ناسة حبتي نعم بغشي شي كاز الليمون ثلاث ريهام داك العامي اللي كان في البيوفي وصدات الخط الخط وجرات عودت جوشي ثلاث مهمين بينما ايمان قاس على الكرشي ديال المكتب حتى سدات ريهام وصولة ايمان شنو كان؟ في الفندق يتحدث فيه شوف يرهام سيارة قال انكم ستبعثوا اسمه في الوطين مهم 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 لماذا؟ يتبعوا صباح في الصباح ومشي شي لديك يبقيوا اسمه قبل ساعتين وقال اختي واخر ويمكن مشي الصباح بكري ولكن رايكين انشي حويش في الليل يجب عليكم ان يكون ممكن يكون شعائش أعامل او حفلات و ممكن بقوزة طمش للليل ها هي الاسمات ايمان و جديدة ها هي ثاني و احنا غدين ندره مادة علمية و نشاركه في احتفالات شوفي شوفي على الا المهندسة انت عارفة البزنس و تسويق الفلوس لا تكتحك ايمان بس تقول لي غي يكون الرقص و الشرب و الديسكو والله يلا تشرب قليا ريهاب ها يكون عمو فارق سمعك ايايايا ماذا تقول لي هانيا سبابا ما سيوافق على هذا الموضوع دي البازة ريهاب خصوه يوافق يا حبيبا انا هو عمو فارق فنزعه لا لا ينسيق و عمو فارقه و عارفة شنه مربي ايمان الله يخليه لكم امين يا حبيبا قولي لي اتصالة مستفى عندك اتصالة اليوم حيث المقصة معرفة المبنى الرئيسية و جيت نحجز لقيت الغرف حيث كان الوفود يبقى بالززة القيت غرفة واحدة وبقى الغرفة ستكون في المبنى الثاني هو ليجنبو بالضبط اها و من بعد غرفة ورفة البي واسعة و ستكون هكا مزدواجة ريهاب عندك حبيبا تضعني معاسيها في بيت واحدة انا نقتل ريهاب لا لا رد بالي لهذا الشيء سوف نديرانه في المبنى في غرفة القيتانية و غرفة الشخص واحد و كنا سنكون احنا في البي ايمان لا لا صافي بلاس هتحس بحل انه نهضرناها باب العاني و خليناها بواحدة صافي اغليني انا نكون في غرفة بواحدة و حزيلكم انتما كلكم لبي نهر يا ايمان بالرغم داك شيد ارس فيك خي فعلا مشاعرها ايمان ايه واخا ماشي مشكل لا خليني انا كان نكون مرسحة انا هادي عارفاني كان مغي نكون بواحدة صافي ماشي مشكل ماخا حبيبا ريهاب و شف حبيبا خذك ترفعي راس عارفة لمسيوشيها بمعسام ذلك في المقصامر ان شاء الله نهدت ايمان و يوقف على الباب للمكتب رجعت للمكتب بينما ريهاب غمزاتها انا انصفت لك الليمون التم واخا حبيبا شكرا صافي تهدمت على ليش فكاريها ميبقى كاكاين كانت ايمان على الباب و كان عادي لجيب التجاه المعاكس حتى قمت بصوت خفيف بلا ما يتوقف بصح بينما ذلك الوقت فصلت لها نيهام لمسيوشي حاجة قبلا في الهواء حبيبا اشارت لها ايمان بالوادع و سمت باتجاه المكتب و يكدر فكفوفو و يضحك دازو اسبوعين كان نتيجة المي اخذت بانت و نشحات بزقدير جيد اخيرا و الحمد لله اخذت البكالورياء كان هذا انجاز كبير كانوا فرحانين بصوت كانت حفلة بسيطة بمناسبة نجاح ديالها كان هشام و الام ديالو كانوا الاغاني الاغارب و الجيين نكيين و فرحانين الخال العماء قلسات ايمان كاتب ساسم هي كاتب سلطة بالنفي كتفكر لو كان تقدمناه هشام وش غا توافق يمر و مراكي تقدمناه شهريت ولكن عمرا وافقات برغم من ان حياته فارغة مليئة بالروسين و بالملل ولكن ما انا كنت تقدم لها شي حد كانت تحسب ذاك المانيا من حيات المبدأ على زواج تقليدي ولكن بشروط ليس فقط انها ترتاح نفسيا ولكن مش تحس ذاك الاحساس على ان ذاك الراجل قادر من حيات ذاك البدرة للحب في قلبها مش هي فقط انه يكون راجلها كانت تتقلب على ذاك الاحساس لي خليها تكون فرحان لانها تكمل بقية حياة مها ولحد الساعة لان مراحسات الاحساس ولو قارلت ما من هدوك الاختباه هشام فهشام غيكون هو الافضل من بلاتهم انشان كنت تتمنى هاز انساناته يختها يلي العارفة بالله كتبغيه وكتفكر فيه ثلاثة يوم تحت منطق هشام ملمحش ولا ميته قالتش حاجة ولا ايميل حتى خلت دكشل الوقت خلت الغرفة دياله شفت شاشة الكمبيوتر بين انما كانت تكتر قد دائما بيقل ما يوصله خلوه يصلوا الضعاف شات ايميل قد رسك تكسب الاسم دياله في محرك البحث كانت نساته تمام من هاد الاسابيع اللي داست وفرق كبير بين نيسيان والتناسي نيسيان نجاح ولكن تناسي محاولة فاشلة باش تشين بيت تفكير شي واحد بقاتك هتقراء ملقاتش بزف ديال المعلومات عنها الفضول دياله خلوه بغت تعرف كثر ملقاتش من غير ذاك شلي عرفات من قبل خلتوا غامض قليل المشاكل ستدتك المتصفح وناطب بغت تخرج للتوف وبعد ما خلتوا قلت انها تخبرهم عن المؤتور حتى كانت تواجهة لام دياله لحسار دات غتبازي في فندق وغي حدانه هنا يوم لماذا تصبحوا سيري ولما مرة في اليوم سيكون هكذا كان شيئا نشيطه وستدروري نكون حاضره بصعوبة باش خلتها هكا وافقات المؤسمر كان مؤسمر كبير هو المؤسمر الدولي لتكنولوجيا التصالات والمعلومات كانوا غير صفيك كانوا جميع قدام مكسب استقبال في الفندق مدخل رائع تزين رائع مجموعة النباتات رائعة والبهو فخم مزين بنقوش في نهاية الغرفة حائط زجاجي الضخم كيبان منورها حديقة اخرى كانت نساعد حمام ديال السباحة كبير زاد سهام رجلها كبخفة ماذا هذا الشيء؟ انيسا ايمان فاروق حامد الغرفة ديالهنى بدلة سهامة في لطور 8 الغرفة ديالهنى الغرفة ديالهم في أوتحger ما هذا حدث علينا F! نعم انيسا ايمان ماذا تفهم لم يتمخلف الغرفة على بعضهم كي تدردك الموقف السخي нять ايمان مفتاح ديالغرفة بعدما رأيت خارجي من الباب زجاجي والتخطوات وعد دخله واحد ما بزجاجي بقابل المبلغ الاخر بعد ارتبطك الاشياء ديها وعد من الخرجات ومعها مذكرة وقلم وقلصتها كفحد للركن هادي كتراجع من دك الشي اللي غدي تقوله في المؤتمر وهي غدي تقدم احدث برامي الشركة عارفة انها دارت تخدمات مزيان على دك المونتج ولكن كتحسب الرهبة من هذا الموقف هيكت تفكر في الحديث اللي غدي تلقيه ضمت القبطة ديالا وهيكتطم من نفسها سوف نكون باخرين ان شاء الله قد نقدر ورفع سعينها كتشوف النوزالة كده تسلها هكا كان واحد زحاب بزاف ورغم دك الشي ما زال كتتظن ان السياحة ونشي بي خلال الايام كان هادي الفندق ممكن انه يكون اكثر هدو لولا ان هادي المؤتمر كاينورة فيه بزاف الناس من زاف ديال الدول كان سياحة هم اللي يزالي يموي لبسو ديك الملاباس غريبة كتشوف سياحة هكا وحسك يبلغ واحد الشخص لابس شطر ودير واحدة تكشال هاكم فقرة سولاوي بساسمات كتشوفها التناقض يتغبرة بشي سامة ديالا هي مصدقة شعينة كتشوف اسمعنات ملمحوكتا ومستحيل زياد ضق قلبها هكا بسرعة ويكاتفتاح فمها مصدومة وش هو ولا شي احد كيشبه ليه رغم هذك شعر اللي ليه كان كبيرا لراسه ولكن عمي الملمح رغم انه يدرقوا ذيك النظارة الشمسية الكبيرة ولكن الشباب الزاف حتى الشعر ديالا مختلف هو شعر طويل وعلى هكا ديره على هكا على وجهه على غير اللي شافزة المباراة الوحيدة اللي شافزة هالي زياد قدامها ماذا ستقول؟ حتى يوجد صوت من داخلها لا تقوم بعمل صوت الرزانة والحكمة والصوت الخجل هي خجولة في أكثر مواقف ولكن زياد وماذا تأخذ صورة وتوريها الماء التي ستطير بالفرحة والمفاجأة ولكن حساس بالجنب في اللحظة ستحاول تراجع الكلمة التي ستقولها بالإنجليزية في المؤسمر ستتحدث مباشرة بدأك يدق قلبها بعنف منك تذكر المؤسمر ورجعتك تزعينا فيه عرساء إيمان يمكن ليس زياد ويمكن غير شي حتى يشبه لي حساس أنت بس على التليفون ديالا لكي صوري كان المدير ناط بسرعة ستلقى المجاورة حيث كانوا كلهم ستجمع سمك وبدو المقدمة ستقل لها المدير إيمان وش أنت بساعدة للغاية؟ لم تكن إيمان مصدقة بالسرعة الرهيبة فأنه فهم ذلك الشيء الذي تحس به بالتأكيد ترى سيام التي كانت بتاسم كيف أشعر بسيشها؟ تشارك إنسانة ممتازة في الخدمة لك أنت لديك النصيب الأكبر في الخدمة لكي طبعا مع سيام مبقل زمالة لكي كانت ساعدة سيام أكبر من أجل ما قمت بسيرها؟ ولكن 6 ساعات كم إيمان تكلم وكي أقوله لك أنه لا يوجد أن تكون مستعدة لك من هذا الموقف للتقديم أو المفتق للجراء المطلوبة وكي أرى ممتازة لكي قد تحاولون القوى بشكل لكي أرى ممتازة لكي أقلل الأكبر ولكن لكي أستخدمك من تسعر لكن علينا أن تتمنى ومستعدة أماما وليس أخافا ، وإنشاء الله سوف أشرف الشركة بعد ذلك نظرة مججعة ، فاضي مزيدة على شفيفة ، ستعتبر المدير أوقف حسن لن تحدث عن هذا ، سوف أتحدث حوالي 5 دقائق بعد ذلك سأقوم بإنسانها وقفة جنبي ، سأقوم بأسطل موسم يمكن أن أبدأ مع الحضار ، يبدوا التطبيق ، ستكون مستعدين لا أخرج إيمان حتى هي خرجات تبجي يا ريهام كانت تجريب وراها بشخف عليها ريهام عافك يخليوني بوحدة شوية بغن نراجع شنو غادي نقول ورجعتها كاكل تلك البلاسة اللي كانت قلسة فاهموشها حمر ما بغش يتنسى لهذا الموقف المرة العاشرة يحيد من هذا كل هدوء دياله ويحسسها بالخجل بحل لك يسلب من هذا كل حقوق دياله عالش كي حرجها بحلكها عالش تطلب منها كف هذا الوقت اللي بالنسبة ليه وقت صعيد عندما تتخلى على تقديم المنتج دياله اللي سعبات شور طويل عليه بحل بغت تسوكي ولكن قلت صافي ستحدى رأسي و ستسمع لكمسي و سنبهرهم بالحديد ديالي هكا تتكلم مع نفسها حتى عينيها بشتليه مباشرة لدك الكائن المجتمع بهم و بدون تفكير قررت إيمان انها تختبر جرأة ديالها وتتحدى مديرة و السيهام هي ماشي تكلبنة المقطوعة لللسان و هذه هي جرأة اللي كانت منها أول اختبال هذه الجرأة و استعداد هذه المؤتمر هو أنها توجهت ناحيته و بدأها كا كيشوفها كيتأملها بصعر من ذيك البنت اللي كانت تقرب منه حتى وقفته قدامه وصولته بانجليزية ببساطة اسمح لي وش نتعالي الدين زياد كان كيسين دراته المقعد و دير واحدة من سماعات فضني قاعد قلصتو حيض من الدارة ديك الغامقة تقلب حكا يدق بشتة و بدأت كتصوها بشوية وهذا الشيليدارس كيف اخترت المسافة حتى وصلت لها بسرعة و لتردد عدة سئلة منها كيف وصلت لهنا كيف يتأملها بذهشة كبيرة استغرقت وقصطوين كيف يفكر كنت كتحاول لن تشوفها في عينينا المرفوعين و لكن كانوا يستلبوها و كيف ممكن أن يكون شراجي يكون عينيها بذلك الجمال بهذا الشكل وأخيرا يبدو أنه اختار وضع حد لهذه المسائلة هذا حسن تقبلها جادئة فيها بعد تسليه ولكنت هو آه يا إيمان تبني تجيري بلع تفكير بدون ما تفكري والعواقب يو هذا باشنو هوا بحلة كي كي يخبرك أنه ما عنده تعالقه به كنت كتحاولت بين ذلك اللكنة الفرنسية كتحاولت بينها في الجملة تيالو لانتقى بالإنجليزية ولكن مقدرش تلتقتها نهجاتها الأفكار إذن دابا ستترجعي البلاصك وتشامحه رجع فين بك الاختبار المجنون الجرأة وشغا تكون انتكاسة كبيرة لما جاوبتي شررا المناسب كانت ذلك الأفكار اللي كانت تدور في راسك بسرعة البرق فقالت لي بطريقة كتحاول أنها تكون أكثر كياسة و هيكتب تاسم كنت شي زياد غادي نقول لك شي حاجة ولكن لما كنت شهو غادي نقول لك شي حاجة و ستعرفها و ستعرفها و ستعرفها و ستعرفها لأن يقتحمت لخلوة ديها وكملت قبل ما تمنحوا فرصة أنه يجاوبها و هيكتب تحسب أعماق قبل لهو ماشي هو مستحيل يكون هو يا مستحيل حافظت على هدوءه وبتسامته وكملت بين عندك ماشي هو سمح لي تمت غادها هكا خطأت الخطوة اللولة الثانية وهيكت أجل أنها تفكر في هاتشي اللي ذهرت في حين أن الوصول البلاصة اللي كانت فيها جهتها بعيدة و مبدئيا تجربة لبعسابيها حسن طق أنا هو ما صدقاتش و أدنيها فس بلاصة ترسمت على شفيفها بتسامة خائفة و لما تلفت الدقاءة اللي القلبها تقافزه بعشوائيه هيكتحس أنها كتحلم تلفتات عندهم بها كبتكت تردد كتحاول أنها تحافظ على بتسامة صغيرة على شفيفها عشر المقادة اللي مقابلة ويقول لا تفضلي قلتات إيمان و هي معرفة شوش كيز تضطرابها أم كيقل حسن كتاتها كالوهلة اخذ المبادرة و تضق بذوب لو لم أكن زياد شنو الحاجة المختلفة لك تقولها كل شيء كان من ضرب الجنون إيمان بغت الصعب هاتش لكي يوقع و لكن الأحداث كانت كتسارح سرعا من القدرة دياله على تفكير و هيكتحاول تخبئ تقلقي التراب دياله خلف قناع من سرعة الباديها أكثر نقول لك أنك تشباله بساف بذك يموز بالضحك بحل نفاجر بالضحكة تسمت الإيمان و هي مكتنطقش أنها ضحكة تزياد ذك الرجل اللي كيشغل حيز مجهول من تفكيرها ما ما حاولت خلال شهر الفيت أنها تنقر و زرعان ما بانت على شفيفها ضحكة صغيرة و هي ما عارفة شنو غادي يتقل من بعد و لكن بين أنه بغا أن يشد بزيبة من الحديث و هو كيعمل بحاول ديال الطفلة كيحاولي حين ديك الرهمة لبناتهم هي عجب هذا كالدور لأنه حقيقي سكساتها كامل ديك الدحكة ديالها و انتشر الصد فيها كتحاول أنها ما تشوش فيه و لكن دبها أنا زياد شنو غا تقولي لي أبدال له الأحمر كيتلع لوجنتين ديالها بحساس بالخاجل بحلة كتحاول أنها تجاري و لكن ما غاديش تقدر الخاجل لا غبار عليه ماذا بأنها نشحت في الاختبار اللي نصباته من نفسها و فجأة وأخيرا تقاس بآخر حاجة خطر أسفالها كتغن قل لك أنا أختي معجبة بيك كلاعب بدأ أنه بدأ لديك الاندجاج الكبرياء ديال المشاهير تسكت الظهر في الملامح دياله ما تخلاش على دك الشعور بالتسلية أختيك أختيك معجبة بيك كلاعب و جاندي انت ما تقوليني قلت ببساطة وبعد المرح حسي ما كيناش هنا قلت سالك أنا غبرت ديك الفيسانة بدأ كي حاسرة بنظر رأسه كي حاولي يفقدك الطلاسيم دياللي كالبنت الخاجولة الجريئة اللي واثقة المضطربة اللي قدامه ممسي شنو هالسؤال المجنون كانت أفكارك تلاطم وش كي قصد أنها معجبة باللاعب أو لا شي حاجة أخرى بساطة قلت سنال جاوب دياله ولكن سكتات شنو خصة تقول لي تقول لي أنها معجبة بيك أجب بيك أكثر بكثير من إعجاب بنت بلاعب كرة خفص الأصفتحة الكلمة دياله أو نظراتها سكتات العلة وعصائي يتكلب ولكنه خطرت الصمس ما أعطتها فرصة النجاة من السؤال دياله فقط قالت ببساطة أكيد فخورة بلاعب من بلادي كيمتاز بشهرة عالمية من إنسون شي قد شوفي المباراة ديالي شنو كي قصد بهذا السؤال وش حس أنها ما عنداش خبرة بهذا المجال قررت أن أتقول الحقيقة دون مجامل أول مرة اسمع ليك كانت من هذه الشهر وشفت لك مباراة واحدة فقط في الواقع ريفشون تاني فقط بين أنه معجب وش الحال بحل غاط وبدك الجواب رغم أنه قلب لهجة حاول أنها تكون نوعا مريحة شهر ونص مباراة فيكسي في الكهف تفاجأت بكلمة الكهف حسنت بإنذار من كرامسة ولكن العادل هي اللي في سحة الموضوع هي وتحملي شي حاجة اللي كاتبه الكهف رفح واجب وبدأها شامل الإجابة ديها قطال الصمت وكيقلب لذاراته على وجهها مقدش كتحاول أنها تتحرب مع عيني رفحات أنظر هالي تقابلات عيني من الجزء من الثانية بعدها ثم مراخرة حسسولة ببساطة شنو كتديرينا أنا مشاركة مع شريك سيف مؤسما مصممة برامج سألقي كلمة في المؤتمر ولكن مقصيرة في الواقع مزيان مزوقات هذا الشيء وعلاج كيف حسب لكم اللي بنت تخدمها كغيف لغو هنا لا يوجد هذا لأنه بسغيرة كشيد الجواري ويحوص الخيام كما ترى في الأفلام على العرب بتسمع مرة أخرى شاف الكفديال وهذا نيفا صراحة مضحكة بزاف وارجي أكمل معنى جيد بطبيعة الحال يا لها من بجسامة قلبها يخفق بشي التوية تحس بأنها تحلم لمرة العاشرة يمتغد يمل منها ولا أخصية نطق قبل ما يدراه في الواقع ما تخيل أنها لو كانت كلمة سمع رغم أن القدمين دي لم يقوم بشيء قادرين أنهم يهسوها ويباهدوا 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 ورغم من هذا الشيء انطقيت السؤال في الواقع جيت زيارة قصيرة لم يكن ساعة قبل كرة وأنا يكسح ريسة لأن هذا الموضوع يكون في أضيق الحضور لا الناس يعرفين بالله أنه لا صحافة لا برامج لا معجبين ويقول قد عسو إيمان كن هاني ما سيأخذ لأل ساحة سيأخذ لك شكرا بساف العفو هذا حقك و هذه الخصوصية ولكن كيف عرف سيأخذ سيأخذ يومين و لا أعرف لأي ساحة كيف سيأخذ سيأخذ ما سيأخذ لي كيف سأخذ ملامحك وبتسام الذي كانت في المجلة نقشت في عقلي حتى جاوبته شكل مختلف الشعر كبير تخبي بعض الملامح ولكن اسمح لا تستطيع لا تستطيع لا تستطيع تستطيع لا تستطيع لا تستطيع لا تستطيع تستطيع صوت النداء في الفندق كي أعلن لها أسماء القاعات المخصصة المؤتمر المؤتمر لا تستطيع قافزة لها قلبها يرجف نسيت المؤتمر كنت تتكلم معها خصيصا من أجل المؤتمر وهكذا قلعت نفسها وقالت له بسيسامة ديبلوماسية كتخبي مراطفان من الإتراب وتأثر لا تستطيع المؤتمر سمح لي للإزعاج ومتشرف ومعرفتك مثل ما وزراته كي يشوف لا عفوا أنا أسعد سيدتي تحركات من قدام ومهوده ورليها كي يرسل عشو سرعان بعد سرعات خطواتها ويطالها للغوفة ديالا بسرعة ستكون واحدة قبل ما تبدأ في الإطلاق العينة لنفسها للتعبير لديك شي حساس بي سدات الباب مورها تتكت نفس بعمق ويكت تحاولت تسوع به الشيء ويكت دير كفة قلبها وش فعلا شافته قابلته قلست معها وضحكت معها ما هو هذا النهر هذا هذا النهر غير يبقى مرسوخ ومنقوش في الذاكرة لأبد ولكن الوقت رجع ديق خصوصت تساعد المؤسمر تتكتبت الحويجة ويجبت تلبس لبنية قميص أصفر لون بارد ودرت هكا الشال ديالها اللي في مجموعة من الألوان الدافئة العسلي الأحمر غامق البنية ودرت لمسات خفيفة على وجهها وشافت تفن الصبر أيضا كنت تحس أنها كده أجمل أحسس أن عينا صاروا أكثر تساع وهذا كله العسلي ديالهم أكثر نقاع وعلى شفيفها بتساع ما ديالتقة ومازيال فقد جهنا بعد الكلمة دياله وتعود السواعب هاتشن اللي وقاعه وتعاد تفكر في ذاك الشي اللي تقال حرف بحرف حتي حسن الدفع كالمدير دياله كيتحدث كصاحب ومدير أكبر شركة في المجال كانت إيمان كتقرأ بعد الأدعية والقرآن حتى سمعت الإسم دياله تلعزها كابتقاوية كتحس أن الموضوع أبسط وأقار رعبان مما تخيلت أثبيات واللقفات ورقزات إنها ما تشوفش تحديدا على أي من النيجليسين والمفسرد أنه يحرص المتحدث على أنه يشوف الجبوع كوحدة وحدة بلا ملامح بلا ثميث شرعات في الحديث كانت تشير الشاشة اللي وراها فكت لفجل حضور وفجأة شافت آخر شخص بالعالم توقعاته كان زياد بداخل القاعد من أحد الأبواب الخلفية اختار مقاعد خالي وغلس شنو كيدين هنا الفترة ما عرفت طويلة قصيرة وقفت على الكلام ولكن أعقل الوعية رجع على الواقع رجعت الرسمات بشدة مخفيفة على شفيفة وكملت حديثها بطريقة حاولت أنها تكون بتيقة وبدأ قلبها في النحي برسابكات وما كان شالها تتكونتها كفجأة قفتت أفكارها وركزت في تكشيلة كتقول أو حاولت وها تحاول تتقنع نفسها على صوتها كيت ترعش في الواقع قدش عارفها وش كي ترعش أو لا ولا تتفكر فيه وكتركزها لي حساس سالات الكلمة دياله سريعا وبأقل خسائر ممكنة أخيرا سالات وها تقول شكرا وكتهبط بهدو بقادرة تشوف المدير دياله ولا الزملاء لقاسين حتى وصلت للمقهد وقلسات على وجهها أرساسا من الهجوم وقلسات على المنصة بيكاس فكر حشال سيهام دبع شامسة مدير دياله اللي كان منحاز للسيهام بدون سبب بسبب الوساطة اللي أكيد كتخليها يبغيه يقربها أكثر للواجهة والصورة دبعه كتخليه يدفع ثمن لأنه زح لهذه الفرصة ستقدر أنها تحسامل أكثر قربات الجلسة على الإنتهاء عارفة بلا البرنامج المعلن سيقوم دابا قبل ما تفقد الرابطة تلجأش دياله قدام الجميع ستخرج وتساعد بات شوية للجزاء دياله على تشيلي تارت سيكون سابق فقط ماشي اندار وانهيار على العلن مات هكب شوية وخرجات من أقرب بابها ويكا تعتاصر قد اعصر الكاف دياله في باطن الكاف الآخر ومسندقاش هاد الشي هاد الشي وقع بسرعة مسندقاش أنها تل بآخر اللحظة وفصدت الأمر بكل بساطة بسبابه سودك الصوت اللي وياها للعجب كي يناديها دعبة من اللور بصوص من خافض سمحيني كلفتات هكا ومرسومة على وجوهها ذيك الملامح ديالغضب بنت تدهشة على وجوه كي يشوف تعبير ديالوجهه ومع ذلك قال له كنتي قطعته كنت سيئة ياك للغاية انت السبب كانت ملابي حصد ملاوجه انا كملاس ايمان بصراحة أرسابك اسمي دخلتي بالعكس انا بنشي يرسيبك بالعكس حسن لو وقعشي خطأ علش الخطأ ديالي انا علش دخلتي القاع وشنو علاقة ديالك من المؤسمر ماشي يا جلسات سيرية منحقين دخل اي بلاسة زاد الغضب ديالها بسبب العشرة فدياله بغيت نقول لك الدخول نها كان بدعوات مكنتش انه كان عندك دعوة ولكن ماشي مشكيلي شكل غا يدقق معها زياد في شي وشي حاجة بحل هادي ساقفة بحل هذا كتستغلت الشهرة ديالك بجدين اللي بغيته حسا قاطع بغضب هنا هنا شهرة تأملاته بعينين غاضبين كتحاول تفهم الجملة دياله كتتسميني باستغلال شهرتي مع اني خبرتك انا ساحد معارف بالهوية ديالي شخصية ماشي تغاضبها هاكا وكتدربها الطريقة بشي حوي الجملة غراب زيارات على شفيفة كتحاولت بنادموها وكتبكي قدام اي واحد شنو الجدوة لهذا الاتراءة وفسد كل شي سالاخر اللحظة شنو الاتراءة بلاش من لهذا الاتراءة سمحلي خلت وهاكا كواقف مجمد بحل تريمثال دخلت الاول حمام قابلت وقدام المرايا بدأت كتبكي كتبكي كتحاول انها تخرج دكشي اللي فيها صوت كان صباحا زوين ولكن كل شي خسر دابا لم توقعاش مرة دكشي كتشوفه جاهية كتحاول توقف على البكاء اللي ما غادي ينفع بوالو هلش بشاس عندوه هلش هادرت معه هلش هدرت معه هلش هلش بصد كل شي في الاخر ولكن مخصيش للقي اللوم عليه بوحده اهنا اهل اللي درسها الراسي بالنسبة لها مجرد نجم مشهور كل اللي ما نسوها كهدرت معها هادية كيفما يدروا المعجبين مع المشاهير ولكن هلش تأثر عليها كم مجرد مدخل القاعة حمشي الوقت المناسب باش تراجع هذا الشي دابا خسا تخرج عاجلا او اجلا باش تواجه الفارق ديال الشركة والمدير ديالا خسا تكون هادئة وعتارفة بخطأة خسا تتحمل خسا بالاكل تأكيد غدي تتقلم ولكن غديش تموت خسلت وجهها نحن شفعتهم مزيان ورجعت قادات حويجة وحجابة خرجت العالم المستحب مال جديد اول ما قابلتها هي ريهان ليجي يا فرحانة ايمان فيك كثير ولكن برافو عديك شافتها بسنكر برافو الكلمة ديالك كانت رائعة رائعة والاسلوب ديالك صافي كيف ما توقينا لفسات ايمان هكا فدهشة ممكنش وش كتحك معها ريهان مالكا ايمان ريهان على العكس كلمة ديالي ممكنش مزيانة ويجب انت جامليني ويجب انت حمقتي كيف شخصي حالة ودير احساب اليوم ومتكش بطريقة اوبرا صاحبتي ولكن والله سكتب جيدة كيف عندك الانزعاج على وجه ايمان انا كثف الاول غدم زيانة ولكن سكتت ومن بعد تخرجت سكتت بدون سبب المشكلة اني بقى قادر نحدد مدة سكتت لاني حلطت تأملت عيان بحيرة انا لم اعقلش انك سكتت اه امليك تكتشوفي اللي وكتي تكتشوفي بحلقة على اليسر بعد سكتشوفي وشفتي على اليمن اني بحد اللحظة ياك بحلقة تكترتاحة كنت تأخذي النفس كدنا اخذ النفس اه غير شي جوش تقواني وثلاثة بحلقة تكتشوفي اهلاً 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 شدد شددش يدش كامل كانت الكلمة دي الكرائعة ومالت رأس ديالوية كتشوفي موش معقوم ان هادش اللي يوقعه ولك يبالغه ولكن الفايسل غيكون والمدير ديالو بسيوشي هام وحسوه جاهسي هام جاءوا اربع خرين من الزملاء وصل المدير اللي قال بكل رازانة بغافو ايمان كيف ما توقعت واحسن حسن المديح ديالو ليها كان في بعض تعالي ولكن كانت تركز على نصف الجملة الاولى بغافو ايمان نهدت هكا خفة والتقطات الفاسة وهي كدرت تمسيسة مع وجهة كتجابو كتشوف وجهتها من البارد والسالة اللي منطق حسن المعرفات ديكسات انها فعلاً كيف ما كانت توقع كل الادال ديال الادال ديال هم سيال حسنها هتكلم عادل الغضاء من الربع ساعة وبعد غادي تكونوا ليبغ حسن لتسعود بالليل ديكساعة نتقابله فلقاء ثانية يلا كل واحد يمشي ديال طلعت ايمان الغفاديانة وقررت انها تاخد حمام تغسل بيدك التوتر والعرق وخرجت بساعدة الخروج كلهم رفضوا انهم يخرجوا إلا هي كانت بغاية تخرج قالوا انهم مش في رحلة مدراسية على حد قول عادل ولكن طلعت ريام وسيهم انهم يخرجوا يشوفوا قدوك المجازات اللي في الفندق كانت ايمان بحاجة انها تكلت بشي بلاصة هادئة تكون ساكنة عندك حل بحاجة بغاية تفكر فيها قريبا ربع ساعة بدأت طلع في حد طريق هكا اتخرج واحدة بلاسة عالية وصلت اخيا خطرت واحد الصخرة قريبا هكا واحدة بلاسة في مجموعة ديال الصخور كانت طلع للبحر وقلسات كانوا قلالين الناس اللي كانوا يتمكن وهكا لي كيتمشي وكل واحد بدأت تفكر كانت صغيرة وكيتمارس ديال الفروسية كانت المدلة ديال باهمها حتى كبرات بدأت في مرحلة الخوف والمحادير هاد شي يخصد ديالي هاد شي مخصد ديالي شمي ويتواجهة نفسها شو هادشي اللي كانت تفكر فيه كانت تصاربي من انك تفكر فيه بدأك شي اللي يوقع في المنامح دياله هي مياه فشة هكا كانت تكاعية وضعت فيه كيفاش كان جريئة تلك الدراجة كيفاش نساعت حتى تكون هوا شي حاجة عجيبة غريبة انها بدأت تتعرف عليه بنفسها وبعد ذلك اللي يوقع حاولت تسترجع تلك المحادثة كاملة صباح كان احسن خطت تفكر في شي حاجة ايجابية خطت تسترجع بشمية ذلك اللي يوقع هي كاتب تاسم كل ما كتذكر الكلمات دياله وكلمات دياله ونظراته وتعبيرات وجهه في البداية ذا انه انسان عادي ولكن مرور دقيق بدأ ذلك الحديث كيتحسن كانت متكبر كيفما كانت متوقع حتى وصلها ميساج من مي يلا بدأت تكسب لها حتى يلا تقول لها شو كنت اللاقات حتى قاطعها وقف داتي وحدها قدامها مع الزطراته كي بلاهوها بتحجبها اشهد العاجب حتى تبسي سمدياله من الجفيفة وهي كاتشف في قدامها وتلقاها بصدفة ولا قلبها لها ولا تبع ولا شنو مع زمالاء بعد المحتمر كانت اول حاجة اخصدت دي الناس مش يتحصدر منه واحتس وضح لي انه محتمش اماله كيفما كانت متوقعها ظهرت له العصبة ديالها كان مزيج من الخشية والخجل قالوا ديك الفكرة غير قابلة لتحقيق ما كانش كتقلب عليه ولا كتحاول انا اتلاقاه وما كانش غاديت دياله ولكنها هو قد تامه واقف تأكيد غايت تتاهمها بالله لقاتل النتيجة ديال الاخطأ دياله اهلي احسن طق اسمحي دياله وش هو اللي كي حسن نظر نظر قلب دياله هي التلقص بين اللوحة مقدرش سواعب شنو اللي كي يوقع ويكت تساهم نفسها بالجبن هي عايزة حسن انها ترفع راسها تشوف فيه ذاك اللحفة ذاك الخجل او بزوج بهم مقدرش تفسر مجهاء هكا منزلال الارض حسن اكمل بطريقة غاضبة كان بغيش نحط من الامل ديالشي واحد استجمعت القوى دياله شافت فيه مازال دياله كي تزيفها هكا في قناسه حالك يديروا بعد المرات هكا سحربة ولدو كل سياح شعروا هكا ردوا اللور تحد واحد طريقة كثبينه اكثر وسامة كيتامل بعيني الخضروتين حاجبا دياله هكا هاسو كثيفين شديد الساوات وقف قدامها هكا طويل مهيب الحضور هربات حروفة منه حتى اشارت لي باش يجلس في صخرة احدها نطقتها تشوف الارض اعنا اللي اسمحنية اصح واجبها هكا بدهشة حتى كملت مكانش خسين حمل شي واحد الاخطاء ديالي ذاك التبات الانفعالي عندي كان خسو يخدم مكانش خسيني نسمي لاني شي حدد خال ونخرج من القاع فعلا مستغرب شنو اللي تغير دابا تهدأت تهدأت وعرفت ان ذاك شي كان كان ابسط من ذاك شي اللي اعتقدت دازل الامر الموقف باخير اقضوا لي كلهم بلا كان مزيان حسيت ديك اللحظات حسيت ديك اللحظات بحلم الطعر ما عرفاش شنو غدير حتى انطق بورودة مزيان فرحت على قبلك حسيت ديك اللحظات بها قبل قالها بوضوء حساس بالطريق يعني وش كادس مسكين نسأل ديك الدراجة بحاجة على صفقة دياله وش كين بيين بيين على ان العالم دياله حسيت ديك اللحظات بحاجة وش كين بيين على قبلك حسيت ديك اللحظات لا 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 كان الموقف مقدر في البداية لم تستطيع ان يستوعب الامر ومعرض تغوصي رغم تسأكد اني لا تقصد اني نقذك بش طريقة قاعد عصوية كثيرة بالدع عارفة انك مقصد شئ ولكن انا لم تستطيع ان تغوص ذاك كي يزير حاجبه وتمسب هودو مستفز كتك تغوصي شدات ايميل ففالة بحل ما تحاول تذكر لا لا تستطيع ان تغوص لا تغوصي تلفتت لي هكا كتشب حاجبه على ما نبيح العتيران لا انا لم تستطيع ان تغوص هكا بلاصة بحل هكا ويهون هكذا قد يعوني بحاجبه و حين الوقت تتهيت disability سؤال الفضولي حسب الغلق 而�� EVERYHEY قالت انت في سphinل orange هي جيدة trotov وفي هذه الحالة استقلت لحدث ومسيقس كانت هذه القلصة تنبع بغير هذا الشيء لا ستساوله كثير من الأسئلة ولكن على ما تلقاها على ما تلقاها على ما تلقاها على ما تلقاها كيف تلقاها و لكن لا يمكن أن يزوج غرابة مجرد غرابة رغم أن القلصة الودودة و ذاك الهدوء و المكان المهيب ستقطع أفكارها لحد الساعة لا أعرف اسمك لا أعرف ما ستقول لي كانت مصنع الغربية الغربية وهذا أطوال يوم اسمي إيمان 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 ما هو المعنى ذلك؟ لا تشاهد فيها كم عجبة حتى لو كانت لا تتكلم بالعربية و لكن كيف شادت تمر علي هذه الكلمة لا إنسان أكيد هو إنسان مسلم كلمات التي تتكره في القرآن في الأحاديث في الحياة العالم معروفة كتتكبير والاستغفار وغيرها كانت تظن الإيمان من ضمنهم أعرف كبسماسية الاسم أجوبها ببساطة لا ما أنت مسلم؟ لا مسلم كيف تتعرف على الإسلام؟ بدأت على وجوه علامات الغضب و بدأت تساءل و ما هذا مسيحان؟ بدأت تتراجع على المسلك التي أريد أنها استجلت فيه و بدأت تشرح لي المعنى الإيمان هو كيف يشاهد فيها مصر و كيف يحسب لك أنا مسلم بالاسم فقط؟ لا قلت لك شأنها هكا أريد أن نشرح لك المعنى الإسم كما تلبسي و هذا أنا أصلا لا أعرفك و لا أفكر بشي حاجة لك تخصك لماذا؟ حيث لا أعرفك بالأصل كل قلت لك يهزف كثابة شهر أنت تتمنى أن تجد شيء معلومة أهليك تجعلك تعرفه كثير لك أن ترى مطولا لا أعرف كيف حديث ديالها كثيرا اعتقال ببساطة نصرف نصرف ذات على اللهجة دياله و الجملة بدون قصد جسم مكررة مستهلة في الداكرة دياله على حوارات و علاقات الإبناء والشباب لا أعرف كيف حضل اللحظة خافت منه و بالرغم ذلك ترى كيف تشاهده كيف ستجابه ماذا ستقول لي؟ تذكرت أحد فيلم كوميدي يقول البطل البنت تعرفه كانت تقول لي انتعرفه انت من ديون تعرفه اعتخر جاءت من شفيفة و حد دحكة صغيرة فلثت لها موقف كله عجيب لا تصدقش و مضحك و قالت جيد حدها و يطلب منها أنميز عارفه ماذا ستقول لي؟ مقدرش تصدق أنه فشكينا فيه شيء حاجة فيها شيء حاجة حاجة ماذا ستجابه ماذا ستجابه تبني هم تطلب تعلم و ماذا ستجابه وأحضرت بطلع حلم ليلة المؤسمر سيطافق من بعد وسيطفق وسيطفق و عدد قرصة و في عندها موقعها و كانت تحكي لذلك لم أكن يحدث ما هي الطفقة حاولت كثير منك واحدة وسيطفق سيطفق ما هو موقف كانت تعرفه ألا أنه لم يكن يحدث و لكن حاولت الترجم حاولت تبسط لي ما أمكن ولكن بيين أنه لم أفهمش لأن ذلك الجملة وذلك الكريمات يضحكوني أنهم بالعربية من يترجمتهم أنه هو اللونغ ليل فأكيد لا تضحكوش أعرف أنك لا تفهم الترجمة ذلك لا ولكن يفقدون معنى ذلك إذا ترجمه لم أعرفت شخص الجملة الذي قال لها؟ جاب حل إصابة مباشرة في القلب أرى أن تلقى الكلمة بحل ترسمت على ملامحه شروط وضيق تلقت نظراتهم بدون تسخطيط وعقلها يتردد إحساس قوي أن هذه الجملة تدر حد فاصل لكل هذه السفنية التي توقفها فعلا لا جدفة تسمس واقفة بغا تصابة مفقدة الحزرة التي كانت سعلا ويقب قرر أنها سافي باركة لحد الآن يكفي ما الفائدة أن يكون هذا الحلم هذا مهما كان جميل طويل وفي نهاية حلم كل مطال سوف يتفق منه فقط إلى الرسائل الجلمية التي توصلها رسالة ما رسالة هيا يا الai مرحبك وفي تفكر ماذا تكتب في القمس وقرأت نفسك مسر قبلت ماء وقرأت أن تتصل إلى أن هذه القمسة plupart ساقبلت المكالمة الذي تحاول أن تنبه بدل الإمكان وبروح لم يكن تفهمت هذه الماء أصدف من غير الماء على ما شاهدت اليوم ما قدرت أن تقولها لها خصوصاً أنه حسناً عبدت لها تفاصيل لنهارها وضحكت على تعليقات وفي النهاية كان خطت قفل وتلفت نحيثه بحلام كيف يعرف بعض المزمان ووقف كيت الناس كمال إيمان اللي شار هذا تتعليقات بشي حاجة مجهولة ما تخيلتش أنها ستشوفه يوم من الأيام وهي قسمها ولكن ما قادرش تكمل حضرة معاه كيف يستغل فرصة بحال هذه بغت تستمتع بها أكثر وقت ممكن وفي نفس الوقت خايفة خايفة؟ ما كان هاش حتى فتغيبها الشيغي بدو استردكرياتها بين أن الحيوار بيناتهم ما بازل ما تسالاش كل واحد فيهم كيف يفكر كسر في هداك اللي قدامه صاحبتك ولا صاحبك قالها بمجرد ما رجعت الدستات أما هي عليها شارجعت فما يعرفش حتى الضابع يكنت نظس بغت تمشي أختي اللي معجبة بيك اللاعب قالها وضحك بينما ضحكت إيمان حزائيا كأن كانت نسات الجملة دي لها من القالصة حوارها كان ماغي في الصباح حسن تقضيات الحوار دينا الصبح كان عجيب وغريب رغم أنها موافقة و لكن تتعرف الوجهة النظر دياله لماذا؟ ما أعرفش مبللك شأنه كان غريب المفروض أنك متعود على الاقتحام ديال المعجبات للجلسة ديالك والخرج ديالك حسنا ولكن على نوع آخر من المعجبات ما أعرفش لا تحساس بورود ديك ساعة كانت تقصدوك الشقروات لابلوند انتبه المقصد دياله وبتاسم حاول أنه يبدوه شبيه جاد لا 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 ما كانت تقصد الشكل غالباً يضرب سطحية يبتاسموا يضلبوا صورة زيل فيه و يمشيوا عندما انت قتحمت الجلسة ديالي قلت لي أنك ماشي انت لي معجبة بي أختيك و عبر جلسة تخاصمت معي و ماشيتي كذبك و اتاهمتني أني دمرت المستقبل ديالك و ما تتواقفة ما بكيتش و ما تساهمتكش أنك دمرت المستقبلي بلما زعوت قولها لي مرة أخرى ما كانت تفللاش ألش هنشي ضغية تغضبية هكا بحلول تتصغير تتخذ نات شويوي كتحسب الغباء دياله في هذا اللحظة و ماشي انت تتحك معي هكا تستفزني أنا ما كان ما نقدرش أني البقسكسو و كانت تستفزني بها الطريقة وش انتتيني ما تحاول تستفز المعجبات ديالك ننسي ماشي ماشي معجبة بي ولا نسيتي كانت الكلمة دياله واضحة اه نسيتي أنك ماشي نسي خسك و أنك مجرد في بنت اللي سمعتها لي الشهر هذا هكا و علش نسيها ما عاجبك شهد الشي كانت بغا تستفزو كما استفزتها حسان تقبلها هجا حاول أنها تكون هادئة بالعكس عادي جوبة الإيمان هي تتحمد أنها تتحكت عصبك كيف نعصبها سي كي عصبك كي عصبك صباح نضم بلانسو حسان توقفتها سهية نسي مغرورة شوية ديكسة عاملة قدامها حسان تلك الفارق من القامة دياله و القامة دياله ما حرفش كيف شوقها قرب منها هكا تلك القرب جياله و كان المخيف و كان العدر دياله وصل هكا قويم و سيطر عليها مقاطع مغيب حد الهول الصغير كي بيها كذي دي ميجو دي زاكسو سواء قطرهم كي حاولي بيها لهم و بدأت تشوف هكا قدامها قصبك صباح موضع ماهو المخليه هكا ماهو المخليه هكا ماهو المخليه هكا و مع بنت هادية ماهو المخليه هكا بجوجه هكا هكا مستحيل الحوارات التي تتوقع من الناس يعرف بعضهم لا تكون هكا والمؤنف في هذا الشيء كامل ان هذا الشيء ستتعلي كيفما ستترجع ثانيا ايمان التي تشوف زياد في المباريات فقط من بعيد واذا سيكفيها ديك ساعة يخفق بسعادة والآلام في نفس الوقت نسبات الصوت الزياد والولد يهدروا بالفرنسية ويعطيها بعض الدولارات رجعت الواقع هي تحاول انها تداري ذلك المعنى للعينات الصعب ويقوم بسعادة فلننضع تحدثت ما قد تسرى السلطة؟ قلت اقوم بسعادة لكيفما تخرج الفلوس ما تدري؟ وقلت اقوم بسعادة افكارها مهزنة اما سأسعاني ثم بعد رأسها هادئة شيء بسيط أعدر عن الرجل وكيفما أظن ان المفاهيم ذلك في الشرق فكرة هي المرأة فرود أن المرأة مستقلة وتستطيع تخلص رأسها بمعنى؟ كانت أمر راجل الذي يخلص رأسه كذلك المرأة ما الذي يقى عندكم موليلا؟ بالرغم أن المعيشة في الغرب ولكن ما نخليش أنا بنت تخلص وأنا معها ولكن أنا ماشي بنت لك تخصف كان ذلك المجيال بحلق ملف ذلك الوقت لانفاجرة مخلفة عاصفة من الأفكار والمشاعر لا شيء يقال يقدر الزياد يقلبها ولكن هذه الجملة اللي رمعتها كانت تكورة في الملعب عن غير قصد الرجل يدفع المخصنات ديال منس دياله ديال ابنت اللي يعرف ديال خصوه ديال صاحبته ديال أمه ولكن هي شكون أو أنه عنده شراء آخر يجب أن يتأمل فهمه طوالا ويشوف فيها بحلق يحاصر عينها بهينيه وتنهد بينما رساف عاد دقات قلبها وهاكا ويام بغى تصرخ وتغوط نوتي خرجي من النار ببنى شنو هتلجونه هذا هذا الشي رح تستطيع لي كديرها الشمس غتغرب يلا أنا غادة شكرا على هذا اللوقت اللي دون سيبهاية وسعيدة بلقاء ديالك كالفتات فيه بدهشة بحل اللي بغى تخبروه يخبره أنه فات الوقت وأنه ديك اللهشة والكلمات الرسمية رات سالة الوقت دياله جنبي تشوف فيه كأيوكا تتمنى أنه مكرهاش كن كنسبو حده دعبة خذي ذاك شي ديالك اللي شريتي بدلا ذاك شي اللي شراته اللي خلصه هو فتل الوقت أنه تعطي عرض خذاته خذت تكشي من عنده وحوان تقاته شكرا لبسيها حاولت ترجحها هادي طبيعية للمرة الألف معه اللي هو مزيد من المشاعر ديالت العاطف والشفقة لبساته واحد من دوك الخباسم حساس المعيسو كي يقول والآخر لبساته سهوية تحاول ترسم سيسامة لشفايفها لبسي يديري كل شي كلهم من دوك الساحرة الشريرة بدت تصنع المرة حاكي باش تخفي ذكت الارتباع اللي فيها دارتك تجوج من دوك القيلادات ديالفضة ويكنت تحكي الساحرة الشريرة كابرة كذابرة كان زياد يتأمل فيها حتى نطق ممكنش تكوني ساهرة الشريرة نسبنت صيبة وماذاال كي يشفق عليها هاتش اللي فهمت ووزبينة نسمع هذه الكلمة الأخرى تصرفات ومقالها حسنا بالصمت ببادئة الكلمة ثم سأتجاه الوطيل سأتسال المؤسمر بعد يومين وانت سأتسال كل الحلقة سأتسال حسنا أنا بعد يومين كانوا قربوا من الفندق حسنا قلت بإحراج كان نظن ندخل بسوش طبيعة الحال كم رانسية تحاول أنها تكون كم ريحة وانت تكمل سنة كورديالك تكمل قد سنة كورديالك تحكي بخوفه وتوقع يقول لن تشغلي شبالك حسنا كل شيء انتهى شاف زياد واسمع وضحكات وإذا أقول أحد منهم يعمل في الطريق تمسمع بحل لك تختم كل شيء كنت تسمعنا بك سعيدة باللقاء فرصة سعيدة لماذا تصدر بحلنا لم يكن لدينا نطلقه كانت أنه العكس هو الطبيعي ما زال كين وقص بناتنا ما ما زال في نفس البلاثة لكن الكلمة كانت تحفر أمل مفرحة مؤلم حسنا حاولت تهرب من الموقف شاهدت بالتفاتة كانت تجد أضواء الفندق المرة الأخيرة أخبرني أنه مستاجلة إلى اللقاء مد كفو تردد حال وعينها كيف تشوفه فيه؟ تفهم كيف تتسلمش؟ ترسمت بشي سماة صغيرة على جانب وجه ويقول لا ماشي مشكل يلا نشوفك غنطة انت عاش لآمل في قلبها ولكننا رجعت وقالت بسعقل تكشي ما عارفين وش العلم ويند الله تلفزت وغادرات ما اندخلت الفندق حتى سماس غادة تجرب أقصى سرعة وصدت ببديل حجرة دياله مراهة ويا مازال فوق وجهة أعصار التعقل والحكمة والتمثيل والصبر وطلقات العلم والضحكة دياله وشعاقاتها والتي تكدور تكدورها كبحة الحبقة كل مرة توقف قدام المراهة وكتشوف وجهة وكفوفها ودوك القلادات وعادنا فعجرات فلنكة بقاس هذا كمود حتى سخفات قلسات على السرير الدم من اللين هكا كتستحضر الموقف دياله قدام الفندق وما كيتفرقوا إنها تكرار الخافات وككك uhc لا تشغل الوحيد صبم اعصار القاعدة وكاستوى بطلة تعالى قاطعها حتى لتصفح أول مرة تشوف الحل صعيب وكاستوى بحث القائمة الممنوعات التي تكون وكاستوى التدية تحاول أن تستعد من سربط لاشتطور بالنفسها ؟ لماذا تتعد براثلتها لا تريد أن تساجل هذه المرحلة تعيش هذه اللحظات التي ستندمع عليها بعد أن تفارقها تعيشها من بعض الأول وذلك الساعة التي تريد أن يقعها نهضتك تساعد لتنزل المتابعة الأعمال قربت من يوم وحسب الحركة بطيئة جسدها تقيل كأنها إيمان وحدة أخرى من غير إيمان الحالية التي جاءت لها الفندق الصباح كانت أخاف من الريشة في كل شيء كل ما كان يشغلها هو الخدمة لا يدركنني مثل قلبي الخالي إلا من يشغل قلبه فجأة ثلاثة حوايش تحاول تبدو كثباً منتعيشة طبيعياً تلقى بكل شيء في الندوة على هامش المؤسسة الأمر الأول مرة تشرد من العمل هذا الشيء الذي يوقع اليوم في الظهر من القاتل الكريمة هذا الشيء الذي يوقع من بعده المناعة والثيقة والهدوء المناعة والثيقة مرتدي تحول البطل اليوم الخامس عشر من اوض يوما سيكون مميزا بالنسبة له وما سيبقى مميز مهما موقع سيكون ذكر هذا اليوم كل عام ستفكروا ذلك اللعفة الحزن لا جدوى منها دعبة تتعلمس كثيرا في نهار واحد عرفات سر الشقاء الملايين البشر قلوبنا هي المصدر الأول للمرأة في ساتة صباح كثيرا مع أصحابها وقلوبنا صغيرا وقلوبنا صغيرا وقبل الجدول اليوم عيني حاسبة يومها كثيرا ومسعبين كثيرا وقلوبنا لحسن تسلت جوجة الليل بعد السرعة طويل مع الأفكار قررت أنها تحاول تنفد ما قررته الذي سبق أنها المحاسبة مع أنها قلبها ضعيف ومريض يكفي ما حدثها بالأمس سوف تحاول أنها تشوفه سوف تحاول أنها تتفاده تلاجد أفكارها من ذات زياد من قدامها لا نشوفها لابس ملابس شبهة رسمية سرور زرق شمي صفرة فهي تحفل لون ديالها كثبت أنفاسها ويكاسح بالعناقة دياله والهيئة بحلها كثقد ذكرياتها هذا ليس سائح ليس مجرد شعب عادي أرغب كل محاولات دياله أنه يتبسط مع الباح ولكن عرفات دابة بالله الحقيقة لا تريد أن يشتغير هذا ليس ألمها كثيرا سأملها هو كيف مع الموظف ديال السيقب بعد تخرج سبعاته بفوطول ولحفة وقلق من عينها فين غاديها لصباح ماذا سوقك يا أيمان؟ نهدت ويكت تشوفوا خارج من الباب خطوات واثقة نزلت عينا في خيبة لم أردتها لم أردتها حاولت ترجع ذلك الحديث لكي مع الأصدقاء دياله كهكاكح ساكملت تقريبا ساعة وصل العاصر كانت في الحجرة دياله كالحبيثة أرغبت بشيل المسجلس الأمس ولكن ليس أعلى قبله بل غير تقلص واحدة مرة أخرى في أكثر الماء أماكن هدو حاولت تقنع نفسها ولكن عقلها كهتف كالدابع سوف ترى مرة أخرى كيف يقول لك أنه سيبشي سمع لا لكن شحن بلاسة يقدر يبشي إليها يبغي دوز في الوقت لماذا بدأت؟ بقيت في الغرفة دياله كتحاول أنها تدوز الوقت في تصفح لها تغنيت لماذا تشيش تقلص أحدها لابيسين هكذا سيكون جاوز وين دابع هاو تقدر تلقى ريهم هكذا تقدر معها تدوز معها الوقت وفي الأخر قلصات بلاسة لا تشيش بلاسة قرب 9 ساعة ونص كانت بدون وعي كانت بدل حويجة وكأنه قوة لا طاقة تلعبها كانت تدفعها دفعها أنها تمشي كانت تفكر في العواقب كانت تدفعها ويقعها الذي يريد أن يقعها مع أنه كانت تصدق أنه يريد أن يقعها كانت توقفها بعيدة على البلاسة التي تدفعها كانت ترى هكذا ترتدي ويقعها تلعبها تتعلم كيف تتعلم كيف ترى ما حرفت كيف ترى وقلصت بعد نظرها نحو الظلام ترى حسن المحاسم الزاوية العين حنت تأتي وعرفت أنه مقدر أنه يقرق أو قريب ما سأتدفعها حاولت أنها تدفعها ويقرر لها حسن تقضي تفكر في شئ واحد شاهد فاين راجل ؟ لا ماذا الله ؟ في الحياس كلها راجل لا يجب ان يتحدث حاجة في الحياس مهمة من غير الراجل لماذا ؟ من المتعلوم الأخير لا يجب ان يتحدث سوف يدور مزيد لا تنستم أعني لا تنستم أعني لماذا ؟ بدأك يشوف فيها ما عرفتش هزت راسة السلامة الإجابة الغير مقنعة سمت غادة وكيتمش حداها شنو الأخبار دي الخدمة ديالك الحمد لله مزيانة بينها أن الخدمة عندك تحصل الأهمية كبيرة فعلا العمل هو شخصيتي هو كياني بخاك يتأمل فعامه طولا وهي تسوله شنو كينش حدا كنظن أنها تشغل مؤقت من لغة لقي شي راجل غادي يدخل الحياة كتلو حي قاعدة كشي كتلو حي قاعدة كشي مورد حرك وستعرفي أني أهم من كل شي كيشوف فيها بتحدي قال سمالة محاك تزاد عينات أكثر مكانتنش هلاش هو مصير أن يدخل في هذا المناطق الشائكة من الحيوار لش كتططت كلمة تراجل لها للسانه بساف لأيام كافية لأنها تسبب تصحات كلامي أو لزيف دياله ما غديش كون هنا بش عارف نتيجة تحدي وش كون وش كون قلة كانت لإمتسامة ديالها طفي فعلها شفيفها وكيقول لها تلميحات لي ما فهماتهاش حاولت تفهم شنو بغي يقول بالضبط ولكن مقدراش تبين شنو بغي يقول أحسس في أولاده عندك أخوة والأخواتات لا لماذا تصولي كان حس أنك تفضقت شي أخصي أخاك اللي تنقر سويا قالت أبحث طريقة حنونة وبعد الشفقة بحل لك أن يرفض هذا الأمر بإباء لا لا ما كان فساقت تسحد عنها لماذا تفكر جيبت شكل حسن هذا شيء اللي كان خصك تدير مع أخوك والأخصك تدير معي دابع قالت أبحث وسبقها تغادم بعدها بخطوة حسن كنت تضحك في نفسها ثم غادي كي يستطيع أعكب شي لحقها لا لا وماذا كنت تظن أنك أصابر أختي إيمان لا كنت تظن أنك إنسان غامض فكي يبين على وجوه الجدية ماذا كل ما قاله لك الصحف والمواقع ذو عيني كي يشعب أحد الأشياء غريب من الهسيمة والفوتو وشلو آخر مفهمش كيف أشعرف سي نادي شي من الصحف بالله أنا غامض قالت منها فات الصبر قالوا غامض كاسوم هادئ غامض كاسوم نفس الكلمات كيتكرره دوت سريدة سياح كتفضح نفسها بين الألفاز دياله ومن بعد كانت تفعيني بتي سامة تبايدة قلب سريعة بثائف ولكن ملقيتش حاجة اللي تعصبك مني دوت كتشوفي وعلش لله أنا مع إنسان اللي ما كان عارف عليه والو ما عارش حسن الحديث ديالنا هذا حديث لبناتنا لاش غادي وصلين غادي وصله وحسن اللقاء ديالنا وحسن اللقاء ديالنا حسن اللي غادي توصل ما عارفش فاشه اللقاء ديالنا بالمصافة ده صدفه ولا سبق إصرار وسعمد علش تخلشين ندوه علش شعيتين بباد لبارح وش شفتيني بالصدفة ولكن فعلا صدفة وش اليوم تاني صدفة كانت نوبة مفاجئة من الصراحة استلمت لها إيمان دون تأجيل أو تفكير لأنها كانت محتاجة للأجوبة بحل فاجأزو بقسك تشحان كانت غادة هاكا بعدها بحل لك تستعجلوا أنه يجاوب لتكثر تفرك هاكا سوابها بشدة شاردة حتاجة وقف حدها دير يدفج يابه ركزات نظارته على الأرض فوق الحصن اللي كان بين أنها السرعات ش حاجة بيناتهم ما كعطتهش لحق إنهم أنها تسولوا هذه الأسئلة هاكا كل هذه الأسئلة ومهات الجدية على السورة يا إيمان على السورة هذه الأسئلة كاملة لماذا كان يجب أن يكون فرحة لماذا كانت الأحاديث واللقاءات لماذا لا يجب أن تسولوا لماذا لا يجب أن تحيي بحل بناس كاملين لماذا أنا محقدة؟ صافي بركة هذا هو وقت كبير الإجابة وما جاوبش بقاس غادة هاكا سابقا حسنا بقاش تسمع الخطوات دياله أكيد سيكون مساحب شوية تسمع صوت ديال الخطوات دياله كان زياد جايب معها دي غلاس وجايب تأخذ دي غلاس؟ لا لا أريد أن أطلبت منك وأنا أجب سولك فاني ولا شوكولة كان نظن أننا كنا نهضر لها شيء أخر قاطع الجملة ديالها وفو ما ستحاسب على إجابات التي لم تستطع بها دابة ولو بالكتوب ماذا كان رامسا؟ إيمان أنا لم تستطع من السؤال سنجاوبك ولكن ليس دابة فقط أحد آخر كانت يالله ستنضر ولا ولا الجملة دياله الأخيرة وكالسات تحاول تستوع معك بط يوم صدقاش كيف أخذت هذا كيف أخذت بطريقة ذلك؟ كان لديه شوكوك وقلق كانت تسقط وليس تتوصل بأنه هذه الإجابات إذا أردت أن تتحرك تسقطت تشعر بالمعطاق الشوكولة أعلى فيما تصبر دياله ليس طويل تسقطت تشعر بالأرتعاء على ما تريد أن أردتها؟ لم تتحلت فيما لتتكلم فأخذت تتحرك وبدأ يبتسم وكيف أخذت تتحرك؟ ما الذي يجعله بطريقة؟ هذا ما الذي يدرسيه ليس لائق لقد تتعلم لم يكن بطريقة لا يوجد فائدة من الشرح كيف أخذت أنه يتجهل وكيف أخذتها بالأسلط وكيف أخذت لديك الساعة؟ أخرج الساعة ما الذي يجعله؟ تحك المستقبل أخذت تلك الساعة التي توجد فيها وقد أمتها تحك المستقبل كيف أخذتها؟ كيف أخذتها؟ انا ادرسها بشوية و انا ادرسها بالجد ولكن لا يجب ان اضحكك مزيان اضحكتي لك لكن لا تشمل بالبارح قد تحاول تخفيط سواسورتي لها بذلك الكلمات قلت ممازحة ما شاء الله اذهب لك رياضي اكيد من المباريات فاسم بريضة قد تشيل وجوب استفزاز مسح المستج ديالك اخرج واحد كليليك صبتك يمسح فمه مرات كنخلي وجهك حتى ينوض المستج نيس قد تواسح مجبه لا 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 تخفيط يجب ان يأتيك غريب وليكن ادرسها لم يكن مهزة بشكله انا وانت كنت ادرسها وفي مرات في حياتك كل واحد يلاحظت الملل والكتئاب والحزن وما يقف معك ديك ساعة ادرسي بابا هو كل ما كان بالك وصدي الأدب الفرنسي اكثر من جميع هو زياد تحكي زياد وكمل هو زياد وليس انا ولكن تعودنا على هذا الشي انا وهو وماماك تمحات تحكي من وجهه وقلب اقتضاب توفات ايمان تفاجأت بان الأم ديانو مكايناش تمسمس بأسف الله يرحمها قاطع زياد لاحظ ان عينك يمشي معه ايه كشي حيصان كيدوس ماذا تركبيني؟ القشير عارفة أنه يريد ان يقضاع ذاك الحديث على موت أم ديانو بين ان هذه وسيرها تتعلم حسن بالتعاطف معها حولا تجاريه ذاك شلقي قالو كان تم منا له لكن وش فيت لكركب سيفي? باكسي تتدرب عليه سがر باكسي المكان وديت اسمودة طويلة لنظرت ايمان بلاسة ونلا تتطبقه لش الله انت كنت تعرف تركيب فيهم بساسم ويكي نعرف تأكده وشباغة كل حفاظ زيالة كان قد وصل للطب ديالة وبدت كتير ربيدها لواحد مرة ديك رجالي كيكونوا معدهم هاك ديك الأحسينة كي يدوزوا بهم نهوي بغيت جاء وحد الشاب لكي عنده وجوش دي الأحسينة تتفقوا معاه على السعر والوقص كل حفاظ زيالها كبير عشر سنين مركبات شفق شحيصان وفعلا دك شيلي كان صولها زيال تركيب على هذا الأسود والبيض بزوج بهم كنظن الأبيض سيكون حسن داكور حاولت أنها تسسلم الاختيار دياله من دلها كي يديه باش تطلع باش تطلع فق ديك الحيصان ديك الوقت اللي يخصص بسكب الكفر دياله حسك يلقى الكفر دياله هاكك فارغة ضيق عيني وكي يشفع شكرا عارفك باش نطلع فيه بحتي قال سويا كتطلع برشاقة فق الحيصان سحب الكفر دياله وكي يزرسه كي يدعي الفهم مع أنه حسب بعض ضيق بنع لملامحه كانت إيمان واعية بكل هاد الشي بتأكيد من اللي يعانج حياته غيرها كان يتعجب من أنها كترفض المجرد ديك اللمسة ما غديش يستوعب عقله هاد الشي هذا مجرد أنه كانت فق الحيصان أحسس بالعمر دياله كان قص عشر سنين بلاولا تخفيف فرج هاد الشي الوقت اللي كانت صغيرة كتطير وخذت نفسها عميق سويا ويطلع على الحيصان دياله ويتمو غدي نمسج بهم عجبك الحام الزطرة ساب الإيجاب حماس وعلى وجهها بشي سامة رس هكا كتحاول تحرك الحيصان بشي آكاية يتمو غدي بسرعة أكبر كتكنضل لعنك غد تمشي بي قالها بدهشة ماشي الدرجة زعني تمشي بغيها وكتح جريبية وش هادشي بنسبالك سحدي لنه مش سحدي غيدي كرياس وصافي وعلى لكن رضي بالك ما تخافش وانسامن امسان ساكترك بالخيل كتكن عيش واحد الفطرة معنا جداسي في الجنوب وكان جداسي ضم زرعة ديال الخيل وبعد بعد ذاك الفطرة كان والأبديالي في باري على قبل الخدمة أماماك سكت شوية وجواب اللهجة باردة فطرة كان سكتعيش معها في باري وبعد كانت كديني نمشين الدرجة دي عزت راسها ويفرحها أنا سعيدة بأنه أخيرا بدك يتكلم على نفسه حتى تسولاته بشوية حتى كان عمرك مني توفات ماماك تعطل في الإيجابة بان أنها بدك تفهم أنه بغيش يجاوبها اختار الصمت وكيشوف هكاك في طريقه قدامه وفقه بجه بعد العبوس لثاني مرة كيتكرر نفس الشي ما بغيش يتكلم على وفاة لأمجياله ولا شيء يجب أن تفهمه من البداية كيشوف تسوله وكيشوف تحاول أن الحيصان تكبر من سرعة دي وبغيش تسبق زياد شحال مغرور تميز أنها تضير فوق ذاك الحيصان شحال فتاقدت ذاك الإحساس شحال لها هذا السنوات دي العمرها سريعة كيف حاجة ديك العشر سنين كيف حاجة ديك العشر سنين كيف حاجة ديك الأيام الزوينة اللي كانت إيمان تسدني تسدني شوية كان موراها وكيطلب منها أنها تقلل من السرعة دي سبقها سبقها بمسافة لا أبعس بها مسافة كبيرة بالواقع ما سمعتش لنصائح دياله وكيزد في سرعة دي الحيصان اللحظات كتسمع زياد وراها ما عرفه شوش هي اللي كتسرع الحيصان طبعه ولا الحيصان ديال اللي ولا غادي كي يجري بلا ما تحكى فيه بحل لكي يصابق الرح بوحده بدتك تحاول أنه تهدي من السرعة دياله ولكن ولفحل السائقة لا يجب أن يستجب لهذا اللعب أنها تنخص منه شدت فيها كمزيان الخوف بدأ يغزو القلب جاء الله ما توقعه وش هكا حركاته كسر من اللوزوم وش سفزازه لأنه يجري وش الحيصان هكا فقد العقل جاء وغادي كي يجري بهذا الحوال المجهول بحل اللحظات حقاكتك لأونية دياله تتمنيت أنها ترفق الحيصان ها هو كي تربعها فعلا ولكن تشعر بأنها ستموت وش ستتربعها محددها تبقى لا تشعر صوت زياد ولا صوت الحيصان تشعر بالقرب النهاية أكيد ستطيح لا تقدر تقوم تكسر على الحمقة من الفين والأخرى تشعر أنها تطيح تحاول تتماس كثيرا ترجعت تتماس صوت زياد وزياد وغوط حاولت تشدي كثير عندك طيحة يقرر منها حتى حاولت سبعة قريب منها حاولت تدقي حاولي وقدرت لا يستجب لي يقرر كيف تدير ومسي عنقوها بشوية ويشرح لها كيف تدير كيف تدير حاولت أنها تدير ذلك ولكن فعلا كانت خايفة من أن أعطيها حتى 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 تشعر قدرت أنها تفهمها بدون هدف صفية سات ويقرأ آيات القرآن ويقرأ بشهادة سيحسب أي شيء سيقع حتى يبدأ زياد ويقرأ من نفس السرعة الجنونية ويقرأ 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 القدم زياد لا تجري بحالي زياد حبس ويقرأ منه أن ينقص من السرعة ويقرأ في نفس الوقت كيف يجعل الحصان لكي يحاول أن ينقص السرعة يطلب منا أن تحاول تلقي ذاك وتحرك على العنق الحصان ولكن كانت خايفة لا تستطيع زياد سيطيح حاول 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 يغير قبل أنا اهتز القلب رغم كل شيء على قبل هو هد موحب ينزل ويقرأ تحاول أن تدير ذاك شل انصحابه أرجعت تربط على الحصان تدير كفاك على تحاول أن تطيع أن يغوط جيد سمعيني يجري الجام بكل قوة إما على ليمن أو يصير يلا يلا خلي الرأس يرجع النور بزز منه أحيان وشا وشا يشاق الرأس انها تدير ذاك لقال تحاول انها جدول ليمن كيف مقال لها وترجع لي رأس النور ويضر هو بوحده فعلا تحاول الحيصان تدريج كيف تهدأ وتدريج ويضر في دائرة وهمية حسنا أنه يزال من سرعة بعد دقيقة ولا زوج كان الحيصان الإيمان قرب بقف ويحس الدوار والضحف شديد بالنسب العلوي القدام تكاسف ويحس بالعضلات مرتاخية محلة ومصنوعة من الخيوط ويضع يسيل ويقع 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 كل شيء يجب في لاحظة ويقع 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 الحفلة ويقع حسنا بعد حيصان لا ينسى مزيد كان عينها مضيقين ومدمعين يوم يوم ويقع 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 غير ويقع وكذلك ويقع لذلك لم يكن كان لذلك ويقع 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 وزياد اللي عزقها حيث بدك يغوط زياد ماذا تشري درتي وماذا تحمقها؟ حاولت تكسم شعاقات دياله ويتشوف الوجه دياله الغاطب وذيك اللعجة شديدة ويدوها اللي يحركها وماذا تحمقتي وماذا تغطر لك العقل؟ تحاولت الدموعة الصامتة البكاء حقيقي كي عندنا فبات شكل على شيء كان خايف عليها قد ساكسا نحكس الأشياء للشمس اللي حاكا قربت تغرب على وجهه بينما بعض الكلمات الفرسية تتخلى الكلمات ورغما عنه كأن الغضب دياله فقدوا تركيزه في أنه يتحدث باللغة اللي ماشي اللغة دياله حضرت كثير من مرة بلا جدوى لماذا تساكدر لي فرسك؟ كيش كيشوف دموها؟ عليش مرحبا شاكا ويترفق بها؟ كي عندنا فوكأنها تعمدت تردك شيء تلقاس مداراتهم حساس بمشاهر حقيقية ما عرفش انه النوع دياله والاسم دياله ولكن كاسبه الحقيقية بدك يشوف عينيه بحلة كيكتشف أثار ديال التعنيف دياله عليها سكت فاجأة اخذها نفسها عميل وصفر خبس عليك وصفح صوت دياله بكاءها يلا باركة باركة من البكاء سمحيني يا خرج على الشعور ديالي بكاء دياله موقفش كاسبكي ممصدقاش انها باخير كاسبكي ممصدقاش انها كتسمع دياله درع منه كتشوفه قدامها ذيك اللاهفة وذيك النظرات اللي عمرا اختبرتها من قبل عمرا كنتك تظن ان شراج الهكا غادي خاف على هكا قرب منها وش انتي تكايكت بكي حيث تغوتها لك غوتها لك من الخوف دياله ليك ما جاوباتوش واخير الحمدولي اللي انتي بخير نتقي ايمان هضري كنت حس بدك التهالق كيفش غادي تدير شدها قلسة على الارض وقلس حدها بسنديل على الارض حد سخرة كبيرة الصمت في نهية ومعامن الاحداث اللي كانت توقع لها كداشة وكتخوفها كانت بلصة بعيدة معزولة اياوية فقط النهار غادي يمشي بكيت سباشر من غيرهم وما بزوجهم لزوار لفندق لا ملائسة فقط هي مع هاد الغريب اللي عرفته البارح كتحسب الرهبة خلاسة كترتاجك مع ذلك حسب الامان عارفة انه غادي شيئا زياد هل شكت رجفي حاولت نطق اخيرا سنكون بخير نهار زياد وكي يشوفها بخير ايمان كون ما كنتش خايف انك غادي تتعصب يكون عن نقصها كاك بغيت سغلنا نطمنا ونحسك بالامان نسيك ذاك الخوف ما بصدقاشة شريكة اسماع قلب ديالها كيرجف وياك سمع المشاعر وكتشعروا ديال الخجل واللهفة كتنكامش حسنا ما تخافيش كان عبر لديك شريكة في الداخل ما قد نحاول احتمدت على المروعة ديال اللي كانت مازال هنا وحاولت انها تباني انها رعا بخير وحاولت انها تقطع ديال الافكار انا بخير الحمد لله شكرا زياد لا تشكرني عوعديني انك لا تستطيع تعود تهور مرة أخرى كسم سيد الموقف خرج هكذا شيء ما نجيب وهو يقول بمزاح الفرصية ديالك نستاتني انا نعطيك شيء المسيطة لديها وحاولت انها مفوضة كانت من خاتم يوجد لون تصمت لديه وحاولت انتقال وحاولت ان تتقامل الخاتم بدهشة واعجاب وحاولت انها مفوضة جيدة لكن سمح لي صمت للاحظات خاتم عادي هذه بسيطة ماذا بسيطة البارح مشيت لواحد البازار و مشيت صباح لواحد البازار و رجبتوا لكم البازار طبع أنت أنه مشي حقيقي مجرد هادية من سائح يوشكوا على الرحيل شي حاجة منه كان محبة بالقلبها ولكن أرجعت سولاته منيخرج شي الصباح منيخرج الصباح بش عرفتها شفتك كتقالسة لتحس منيخرج شي بقاك يشوفها من دهاش مشفتكش فيك شي بالضبط كتسمع الزملاء ديالي و شفتينيش حس كنت أنا الوسط في المجمع و كنا مجموعين على حد لحد طبلاك أنا خدمه فرصة ضائعة هذه حس مشفتكش بتسمعت رغم الألم ديالا نكشغل نقدر معا نقدر معك حس كتسمعهم بعد الصباح كتكندن بالموضوع تسالة هنا موضوع لي تسالة تولدان تفق شفيفها بسمة لها الغضب مفسعل وهو مقا قاها هكا بحال فمو الفترة ما عرفش شنو شنو غادي يقول دونك خديتي من البازار أفاق من الشروط ديالو واي اه دوقك زبين تقبلته هو بشي أصلي يك إلا كان أصلي ما غاديش ناخده سكيت شوية أصلي ما عرفش شي محل ديال مو جوهارات سنتق فيه ولكن كوكس في باريس سوف نجيب لك محسن سوف نجيب لك أغلى مو جوهارات ووجهها تطلع لديك الحمورية ديال الخاجل ولكن علاش كتبالغ لا لا ما كان بالغش حسنت بشي حاجة في النظرات ديالو اللي ربكاتها حاولت تهرب منها والماقص ديالو تفضلي وعرفي بنفسك خذت لخاسم تأملاته روحة قد كتشوف فيه كتشوف ده كدرسه في البنصر ديال الأيمن وهو غزال نفس المقص ديالي كيفاش عارفتي نظر ديالي وكتخيفش شكرا متقاسب فرنسيا كذلك فبساسم المرة الكام كتقولي ديالي شكرا ما عرفتش ولكن كل مرة كتدرشي حاجة كتشوف ديالي تستحق عمين شكرك بخيك تأملها في صمت بخيك تنهي ذاك الحيوان شمس بدتك تغيب خذنا نرجع ديالتك تشوف دك الحيصان اللي كانت تراكبه ولكن ما رجعش إلى هذا ماشي موشكلة لا لا ركبين الحيصان اللي كانت تراكب فيه ونغان نركب على هذا المجرم ولكن وش مزل خايفة؟ وش تقدروا رجعوا إلى رجلينا إذا رجعنا إلى رجلينا رأى مسافة طويلة اللي ضربنا رأى الفارسة ديالي جرات بالحيصان كثار من ما كنا نضرنا حسست بالخجر من ذاك الكلمة ديالفارسة ديالفارسة بحل ما ذكرها أنه بدك الحمق ديالة المبالغ فيه ماذا تعرض؟ ماذا سوف نديره؟ طريق العودة كان صمت سيت الموقف في الثاني مرة كي يعجز عقلها على استهاب كل هذه الأحداث اللي كانت توقعها لها عقلها و قلبها فرحانين سعيدة مأخوضة يا شهريدة نزلوا للأرض سيرنسي انا رجعوا للمولاهم و نشوفك بالليل حتى كانت مشجروا خطوات لماذا؟ قالها بلحجة مسيطرة و كأنها ليست من الحق أنها ترفض سألنا عندك التطور لوقع بناسهم ستكون عندي خدمة و عند زمالة ديالي و داكو دونك مني تسريم الخدمة ستكون في المطعم بكل بساطة و أنا سأطلقك سمع ولكن و لكن السببات بسيسلام سأحاول لن تحاولي تبعت حجوانا و كانت تشوف فيه بدهشة حسنا تقاتس قبل ما سبعت يلا بسلامها في الحجرة ديالها و لكن ما تبعتش عن المره هي برغة من كل شي سهيدة حيث تختبر شي حوالي جدا عمورة بنعاشر من قبل قلت تذكر كل شيء و ما هذا الشيء يوقع بطريقة منطقية و لا و هو حمره و هي كالتكر مني يجرب هذك الحصان و مني يبقى هكا سبعة كي يجري بيت الحصان دياله حتى هو مني كان كيغوث كان خايف عليها و ذلك اللحظات اللي من بعد من بعد اللحظات دياله و ذيك الوداع دياله و الخفا تسميت بتأثر عينها كلمة يا عربي يا عربي يا عربي تبقى الأمور هكا كم زيانة دعاء لي متزاوجت قلبها و لكن كان شديد السادق بحل الدعاء اللي تلبس في قلب راشم الله اللهم فرحة هذي شهر هذي و في نفس النهار دخل زياد الحياة سبعونج من خلال المجلة و من خلال المباراة تبهت البلاسة اللي شنو ممكن يعني هذي شي و الزياد هو الفرحة اللي تلبسها مولا أن يدخل القلب هاوية كتتتوصل لي دلسات في المطعم بعدما مش هوا الزملاء دياله الغرافهم تعتل و قتلشة دياله تعتل نشطة ديالليل و من قرش لابي يلغي تشبعها قلنا غنشوف كثمه صافي تلبس باكلها كخفيفة و تسكت ساكل في صمس بش هي ضعيفة حساجها جاء هكيا كلها قلت السلام و ماذا تساكل تفضل قلت على الماكلة و كانت تشوف ماذا تتحشى بشوش؟ سي كانت فكرة انهم يتحشى بشوش كي يتحشى بشوش حساسها بتصوصر كما كان ممكن ان يشوفوا مش حد بشوش والاهم انها كانت فكرة اللي تحسب مزيد ومزيد من اللحفة و تتورط لما يمكن ان يؤدي بها الرومانسية وهكا و مهاني اللي خفية بالنسبة لها والاهم 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 بداية المفضيل ايضا بداية كانت من دهشة كانت من دهشة كان يستحق ان يكسر بعض القواعد كانت لاجهة خطيرة بعض الشيء تحاول انها تدوز هذا الامر بشغمة الماء تسائل ما القواعد يكسرها يا زياد كانت من دهشة من قواعد يبقى جيد كانت من دهشة كانت تشكره ولكن انت تفكرت من غضب الذي يقضب على المساعد كانت عينيك تأملها بصمت و الحديده قليل لم تعرفت ماذا استردل للنظرات والثكات والتغيير بحال كنت اريد ان تهرب منه هي بحاجة ماسة الراحة والجسدية و النفسية بعد كل هذا الان يدهز قالت تساعد سمح لي ساعد الوقت عندي خدمة صبح بكريم طبيعة الحال تلقى غادي معها في نفس الخط فين غادي حاولت سبزالي على الدهشة قالت باللهجة حاولت انها تكون في سيطة لا لا لماذا لماذا زياد عافك لماذا سفر بضيق محزار و يكمل كلامه لماذا فيها؟ سأريد ان تطمن بي لك ان ادخلت لغرفة ديانك طمن انا سيانا اطلع فلساسه و ندخل لغرفة دياني و صافي لا شيء ما تجعلك باقي انك تطمن لغرفة ديانك لغرفة ديانك لغرفة ديانك غريب الأطوار في هذا المساء توقف بالقرب من ذاك المسعد قالت فيك تسهد للدخول يلا تصبح على خير و انتي من اهل الخير دخلت ايمان المسعد قوي واقف كي يرقب حسد دخل رجل اخر المسعد و قف حدها و كي يشيل لبج تضغط على الزر وهي هكاك واقفة بحليك تشوف شي لوحة فنية قبل ما يتصد المسعد بلحظة تفاجأت ايمان بزيد كي يدخل بسرعة و قف حدها بينما ايمان مصدقة ششنوقا بعد وجديل الطوابق خرج هذا الرجل وجرد ما خرج السولاسه ايمان بساعها الجب شنو درشي خليك شتكمل بلحظة غريب مع رجال غرب بلحظة طريقة بسهوبة و تحاول تسوح بالامر مناسيني من اني نطلع معك و رضيت ولكن عندما نشوف شي واحد يدخل معك يجب ان يدخل معك بذلك قد يلقى لها كيرسافة و يمصدقة شونية و كيف خيف حسن على الدرجة او كي يحس بالغيرة شنو هتشيل شنو هتشيل حاسيس و هذه الحركات هكذا ما ممالغ في اللي يربكها خلق لك اي طير اللحظات خرجوه من المساعات في السكات حسن تقاتل بصوت مبحوح شكرا لك حسن الباب الغرفة زياد يلا سيرا ايمان مغتيش تقدر تتحمل ديك الريف قد يلو حسن الباب الغرفة كيفش عادي تظهر الموقف و تدخل تحاول انها تستوى بهذا الشي اللي يوقع لها ما زال خصوص فكر بالساف كيف اجأة في كل لحظة من النار عرفاته او من لحظة عرفاته و كيف الشجر ديك التهشف اعماقة بلا هوادة مخفوه عن باقي الغرفة ما عرفش ما غادي نقول لك شكرا شكرا بزاف نقتيني اليوم و عرفت نفسك الخاطر على قبلي ايمان بلا بلا ما تقيت تقولي شكرا عادي اللب ما كانش عادي ما كانش ما قداش نتخيل شنو كان ممكن يوقع كل ما يوقفش ذاك الحيث عمدي كل اللحظة حتى كن مكتش معاك مكتش غدرك به انا اللي شجعتك انا كترك به مع العسف بحل كن كي ان نبس نفسه هل هذاك شي اللي وقعه السواعبات كلامه لا ما تحتاج انك تألم نفسك انا مسؤولة على صرفاتي كان حاني راسول الارض كي يشوف الارض اللي بحالك خصدي بيكون حدا عشي حد يعتني بها اللي بحالك مخصش بقرب واحدة بجد اللي بغت ما كانش عارفات وش هدع مدح ولا دم من قلة الخبرة ديالا وهكا وذيك الطيبة ديالا الزايدة وعدم تجربتها ما كانش عارفة وش تسونه ما بغتش سنى اللي هضرت زي طوال كسبن هكا حسست بزيل زال في اعماقها من ذيك اللعجة اللي بانت انها شديدة او الجديدة نوعا ما بساس مات شوية وهي كدق البودو واخا يلا نصبح الاخير يلا نشوفك صباح كان الجدول ديالا خاوي الصباح ولكن لا ما عرفتش ضروري انت شافه حدرت لاكات في الباب ديالا وقفت قبل ما يتبسح الباب يلا مع السلامة كانت بغتو يمشي عدد الدخول دخلي عدد اغدا نمشي بالعند طريقة بصعوبة وكا تساءل ماهلو شنو قهلين وبغيت نطمن بالله لكا تغلسين قرب منها وكا يقول تخوف سيني بزا فعليك اليوم سوف تجد درامور اخرى قطبت حواجبه وياك تشوف الاجواء بلدية الخطر قادمة بينما زياد كملها درسو انتي مهمة بزا بنيس بالنسبة لها عمري ما تلقتشي بنت اللي درس بياتي اللي قدرت تدرين انتي هلاش تهرب؟ حسنت بشهر في اقدامه ولكن قلت بحزم زياد عفاك يا الله سير بعد في لحظة كان قريب من هلو حد درجة مرعبة ولت محاصرة ما بين الباب الحزرة وبابينه هو يحزق الله برقة لا تخافيش مني انا اخر شخص ممكن انه يخيف كل اهديك انا فقط بغيت قبل ما يقرب بها كاليها واش كنت كتحلم واش الادرينالي الارتافع في الدم دياله وياك تتسمر بلاسها كتتواجه نفسها فعلا بغي يقرب لها اكثر بحلها بغي يحضنها كتحسب وجهك يقرب لوجهها اكثر الشال اللي كي يصيب اطرافها والخوف كي يشتاحها وقلبها ولا كي ينسافض بحل دك التابيح وما عرف شنو اللي كي يقع واشتقاهم ذات كل ما بقى منها من واعي في كفها قررت انها تزيدها والضربه كل حاجة جاءت في اجزاء من اجزاء من ثانية قررت و لكن وشغلت القلق هو انها تفعلها علش هذه الغيوية كتكون جدابة هكذا علش كي يكون الجزاء اللي قاومها هو الجنة كانت الاول مرة في حياته قريبة من رجل بهذا الشكل هذا الفاسة كالطربية تحاول انها تصفك من الحصار وما زالت كتذكر انها قلت هكا 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 تصفقه هكا هكا تتطيرها وحالا هزا تجدها باش تطربه هكا فقده هكا فقده ايه سارب قوة لماذا توقعته ودفعاته اللور بهذا لها كانتش كينتدر هدفع دياله لكن بالفعل بهذا شوية تحت وطأة المفاجأة لماذا توقعه بينما هي الحميره بدك يلون خد دياله كانت ايمان فاقص من ديك الصدمة وش حماقي يسين حاقير الاخر نسى مجرد حاقير كملاس بقية التعليمات دياله بوكا بحل لك هتسويق من حل وطويل شنو كي حسبلك انا كيفش جرأت انت يا مجرد موقاش قدر تكمل هدرسه كتكترها اجزاز انا تكمل لك لغوات دياله افكارها مباحثة كمشاعرها شو اللي كان بغي يدير هلش كان كي قرب لها هكاك شو لو كان انها بعداتوش هكاك حقربات الباب شنو قطعات افكارها ويا كاتشوف الاصبعال دياله لا اراديا كتحيض الخاسم ملكة في دياله الايمن بغاش نعارفك مرة اخرى بغاش نشوفك مرة اخرى خد الخاسم ديالك قبل ما يطح داك الخاسم فوق الارض بحل لحسمها الاحلام ديالها بعدها كان رانين المستهيش رانين كان كيف يفرض على الموقف ابعاد جديدة هلش هد الخاسم وعليش خداتو منه وش كان كي غسال حسيرها مع الداتا في طرقات ديال احد الفنادق بحل ديالك تتمسع الواقف ديالك في دياله فقده ما مصدقش منطقة ولا حرف ما درس حسيش يرد فعل فقط كيت املا بعينين عاملين بالتهشة والهيساب بينما ايبكا ايمان واقفة كاسبكين ويا في الداخل دياله داك الهيساف بالله انتي السباب ولكن مش هدابا غتي تسجل الداتا مني تكون بوحدها زياد النجم الشهيل اللي بلا اخلاق خرج من هنا ايا كم حكس حاول دي تتكون عليه قلت ودخلت الحجرة ديالها سدت الباب بقوة وقلت صلى الارض ما كانش عارفة شنو اللي واقعه وشمشا ولا بقي على بره اهم شي انها بعدها تسالين في الوقت المناسب ان الباب كيشكل دا بوحد الساد بيناتهم ما سمتش داك الاسود ديال اللي داخلها البكاء ديالها كان كي يوصلوه حاضنة نفسها درا وعاوية كاسبكي كتحاول تتوقف داك الارتجافة رعبها بعدك شي اللي بالنفس ديالها رعبها داك الاحساس اللي حساسه البطء دياله في البتعاد فالفصم ديال كل ما كان بطابي في داك اللحظة كان وجود دياله المغناطيسي كي يقيد ردود افعالها الفاس ونضاراسه والقرب دياله واللهجة الخطيرة كل الحوايج كانت تخليها تسقط في اول اختبار لها من هاد النوع نطم بلاصة بشوية وقفت كسبة الحوايجة كانت تحل الحجاب دياله اه يا ايمان الحجاب دياله وش الحجاب؟ غي قطع ديالتو فقراسك فقط حجاب رأسلوب ديالحياة اطار اضيق من تصرفات والكلمات اللي كتدير هاكا كتدوره صعب بطء كانت الارادة دياله وكامل الرغبة دياله كي يمنعوها الشيحويج والمفروض انها تمنعوهم يمنعوها الشيحويج اللي مخسجت تديرهم خاصة ما تتبينش بعض من المرات تقدير جسم ديالها سيقانها دراوحها خاصة ما تبينش المفاسم دياله فعلا هاتش اللي كانت تكتير هاتش اللي كاني انها محجبة ولكن كاني وحويش خرعين كاني وانها بتنجارف شراء حاسيس اللي هي ممنوعه واحدة فعلا هي ترفع انا صفعات و اهانسوا كيف ماءها ونحن لديك اللي هي باشد الطرق قصوة قد تحاول التكر كل حاجة دارسة كل حرف نتقاتبه وكتضمن نفسه انها ثيال عندك تصرف دياله كامي كافي انها تسمت حدموها ونعطت شوية تخلات مباشرة الحمام تخلات حمام بارد اتخلات اكثر وضوء اتخلات الفراش تحاول اتناسها احداد اليوم بالنسبة لها طويل بالسعف الكامل تحاول انها تناس بدون جدوى كل مرة كيدوز ذاك الشريط قد تبعينها بطء ملح ومعدب كتحس في لحظة الاسلام وهي بالله النار هذا كان اكثر وامرارة فعلا كتبغيه تفنى تراسه في وسادسه ونعمر دموعة بصمس واشهده هو الحب تكشعور المجهول الوصف والسبب واشهده هو الحب اللي كيتسارع على قبله كيدهاز مليه كيبكيون فوسهم سبابه كينتاحره ربا من الفشل دي القصص دياله ولكن محته هو وره فعلا رائعه المضاق مبهج كيحسس الانسان ان حياةه ولا عنده احد الهدف فجأة ان قلبه صار عنده حارس انه عينيه مهجة انفاسه شوق وسنهيدات ولا القلب كيرجف كينساء الاوامر دياله بحب باستسلام ألد من كل ملدات العالم غمضة زينوية كتحاولت ناس تعبات من البكاء سعبات فعلا بقاش عند الخاطر انها تفكر في حاجة اخرى بقاش كتحاول انها اتناس صباح فقط بصعوبة عينيه من فوقين بالساف الدرجة تطرس انها تجير الدرسة هكا وردية باش تخفيدك لحمي مرر وتسورم اتناس 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 التصوير اتناس اتناس وبدأ انها ترتاح اتناس 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 بقائب تفكر أنها تتفكر أحبق ولماذا؟ حمق وأحبق ما يمكن أن تفكر ربما أن هذه النبتة الطويلة التي تقريبا عندها من باب إلى غرفة ضرقات مع التفاصيل و هذه اللحظات التي تقرب منها ولكن كان لحظات و لا دقيقة أو الأقل حتى أنها قامت أصفعاته و الأضفعات ولا تسميت من ذلك أشيحات التي تقوم بها وقلبها تقدر أفكارها و عينها التي قد تقلبها بطل قصة الألم واقف كي يهطف التليفون أحدها واحد لحيط لبس شميس أسود وجينز أزرق حاولت عيني وياديرها كتدور وجهه على البلايس خرى وكتحس بالإجدراء والغضب المشاعر التي سلبها منها حاولت تحاول تبين اللاموبايلات استضمت بشيء واحد تراجعت النور كما اعتاد حتى تلقى عادة إراضيا كانت تحنة جمالتك الأوراق التي تقوم بها أوراق سبعترات أشعر بيده بالله هو الذي سيهزم والثانية مرة كتجي عينيها مع عينين سياد اللي يوقف كي يشوف فيها رفعت رأسها بإباء ويكت تتكلم مع عادل ماذا الأخبار؟ كل شي مزيان بعد الجلسة دور كينوالو كينه شاف الليل مع الشركة الصينية عشاء يعني علاقة عامة ياك عادل أنا ما عندي شمعات شيء تقول هذا العديد بصوت مرسع في عقل أتاك يتيت الآخر يوم كتقول هذا كن مسترشي أبع سمعك ونجد للحوال ما أط Belsa أطبق على إيجاد ولا يقدر أن تقوم بها لما يستطيع النقطة كديمة تكون موجودة لأن الكلام سيكون على خدمة لك أعزت رأسها باستسلام؟ حسنا، لم أجدت على اليوم كانت سمورها، لم تريد أن تفرض بنفسها ولكن حتى الضروف لا تجعلها تريد أن تفارق مع عادل وتكمل طريقة للبرة ولكن وقفها عادل إيمان، هل تريد أن تكون معك في هذا الموضوع؟ تأكد من طبيعات الموضوع الذي يقصته سمسمات بوضع؟ ممكن في الليل أولا بعد الأشياء؟ لم أعرفت عن أجلات؟ ونحن رأيها بصمت لماذا يصنعها؟ لماذا يتعلمها؟ لماذا؟ ماذا يتعلمها؟ كانت تشعر تلك الرجفة وتريد أن تفاهل عيني لماذا عينيها؟ ما أعرفت؟ ما أعرفت كبيره؟ ولكن ماذا يتعلم؟ ستكررها وأنها تكون فريسة وتكون هذه الأمر في الذهاب والأيام لا يجب أن تخرج للحديقة لا ترأيها ستطلع الغرفة حتى المواعيد للجلسة الختامية 100 ساعة تنزل تجهت الغرفة لا يجب أن يتبعها بالضبط يجب أن تضعها الزمراء كانت سيهم سابعين كانت تشوف مرال نقطة وعندما تطلعت إيمال المسعد في الفتاة عرفت ما كانت تشوفه سيهم كانت تشوفه زياد الذي كانت تتبعه ولكن مسافة كانت تشوفه خلقت المسعد ووقفت وقلت على مقاتمه حسنت بالتهشة والحرج تصد الباب المسعد إيمان تصفر في حرقة تقايقه الأول مرة منها وصلت وصلت التليفون الحجرة حسنت تسمعه حسنت بالقشعرية من أسفل العمود الفقارية مورانا بأطرافها تجمد كفها فق سماع تحاول تصد صوتها وقلت قلبها تستطيع تصد الخط سيباك حانين مع رفاة السلنة التي رمانا عنها تسمع صوته الأول مرة في الهاتف قبل أن تستطيع أخذ رقب الهاتف لماذا كانت لقاتهم كلها تصدف وماذا كانت مساعدة وماذا تستطيع تصدف وماذا تصدف ماذا تصدف تحسنت بالندم والمحاولة الاعتدار التي لم تقبلها وماذا تصدف وماذا تصدف لا يمكن أن تتكلم ما كانت نحضر فيها أعماقها لا أصدف بخطة والأعماق وماذا قد طبيع بخطة والأمر واللسل تدعم وماذا تصدف عن الأضوار ستبقل لها وستقبلها وماذا تسمع الداخل وماذا ترغب قطعت وماذا تستطيع وماذا تتطلب بألم وماتي الألم دل بارح في كل أحوال بين أنها تحاس على نفسها باب ما غديش تسد بسهولة كتحس بأفكار مضادة الندمة لكل خطوة كتخطوها هاك على لي من على اليسر هذا النهار الأخير لها معه وهنا وبالقرب دياله بعد ساعة قليلة كل واحد منهم غدي يرجع للهالم دياله الخاص للأبد تحس بالواجع بالخوف واحد الإحساس كي يقول له خرجي سيري عنده على قبله سيري وتكلمي معه وشفي شنو بغي يقول لك وصوت آخر يقول له لا قلسي بلاسك ما تخرجيش ما كان هاش تخرج لديك البلاسة لأطلقته فيها للمرة الأولى وحد النوع ديال الحاني مكي جراء أنها تبشي وحدك المجرم اللي كي بغي يشوف مصرح الجريمة في نقاط الجريمة دياله القاتل اللي كي بقي يدور حول مصرح الجريمة تكشيلة كي يدير وحسدك العاشق قبطت للصحة متضطة جلست في الحديقة ديال الفندق ويكي تكتمل الماء اللي سولاتها لش ماجاتش العاشر كيف ما وعدتها في اليوم اللي فاته جوبة إيمال بأنها ملغتش الوقت شنو أتقول لها ستتعينها مصادفة كي بلها زياد ها كاكفة في الكلور ما كي وكي ما شافهاش بشتعيد أسخطة وزبط حتى بلها كاركفة سيارة حديثة في السائق وكيمشي والسافر ما لبحتش مع حقيبة ديال السافر ولكن قدر يكون نزلها من قبل وتقدر تكون شافته هادي اللقطة الأخيرة تصمرت بالعصر ويكي تحسب ذلك الضواء وبالخفوط ديال أنفاسها مهلكة إيمان وحسن لكل شي يكنت اللي خلق اللقتي الخط وش كل اللي يصد للموضوع هو ولا أنا هو اللي أهاني أكثر حاجة كتوجهه أنه وحسن قد لحظة أنها غريتوافق لأنه يقرر بلابدك الطريقة اللي كانت بنسبة لها مهينة أكثر حاجة ألماته أنه لم يكن أحسن لم يكن الجسم تأجز ديالها لماذا كانت اللقاء ديالهم خلتها تبلي أنها فتاة تساهل لطي الملان كانت شعور بالدم كيف رافقها لماذا 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 دعها كذلك ماذا 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 ثمت خطوات تبعد بلا ما تحس فين غادة وتحاول أنها تتماسك وما تبكيش في الطرق تحبس دموها ودوك شهقات ديالها ودوك ينزل دموها وشتلك الملاصة بالضبط تسرع كل اللحظة عاش من النار شايفت في الصباح في أول أيام هنا حسن اللحظة اللي بلغ غادي وربما غادي المطار تسرع تكشي هذا الأمر مبهج وممسع دافع البتسام والعبوس واللهفة والحنين مشاعر غريبة ومصدار ودموع نازل تشوف في الأفق ويقد تفكر البارح مشاعر الخوف عليها مزلزلة لكل شكوك البارح وفعلا كان يتسلم معها كان يدوز بها الوقت وليس يتسلم لذلك الدرجة محلة كان تبدأ لي وحدتي كبير في الداخل ديالها وحده تكتصرف لدى القدام الغرفة ديالها ولكن وش يكون فعلا سافر مقال كتسلق بشي حاجة كاذبة كتسلق ربما سافر ش غريب يرجع يمكن مش يش تذكار ات ونقال بلا الطائرة دياله في الموعد ديالها بنهار قالها ولا لا مقال كتسفكر بحل خيفة انها تتأكد بلا راح فعلا سافر ونقال ترجع للفندق ستسول ونقال ونقال لنقال لنقال ولكن دارس وكان فعلا كاين ما ستتطير حسست بلا شي واحد كاين دوز هكا هذك السيد اللي كان اعطاهم دوك الاحسين البارح كان كي شوف بحل لم تردد انه يقرب منها ولكن بين انه حسن بالأمر دياله في النهاية حسن كان تلقاه قرب منها حسن بالله ف يمكن بغي يسول على شي حاجة البارح هو الاحسين دياله كان جزء من الأوقات اللي دوز هذو زوين برغ كل شي وضعت على شفايف ابتسام وهي كان سبعه يقول لا الأستاذ اللي كان معاك البارح غوث عني بزاف ضق لبها كي رجل بني سمعت الهدراء قلت له ان الاحسين كانوا مزيان ينور كين لعم رمض داروا حاجة معاش حدا ذات زاد إيمان رأس متفهم حتى عود نطق وان تملي تعطلته وغبثوا عطلته يا مادام وان قلت له قلت له قلت له جهلت لفظ مادام ويا عارف ان السيص ظن ان هم زوجين علش يا سورا حش نقلك بتسم لديك الشاب الصغير وقال لي عطل على التأخير وعوض مبلغ كبير شكرا لا تنفجر في البكاء وقلبك يغبوط وحش ناسية وحش تلقيت العين اللي ضموها كيف كان بغير اللي يقادي هنا في أغلى مكان ملكوف مشاعر نا وعلى شكرا كانت تقبلوها التصرف ديالهم بالرغم انه يكون تصرف خائب وش صافي وش اختفى وش مبقى لنشوفه مبقى تقالي سمكينا مراقبة الشمس تشوف الفراغ تحس بالله صافي فقد عطت الموصلة لها ماذا ستتتر واني ستترجع للحياة العادية كيف ستتتر كيف ستتترجع تعيش حياة هذه المويلة لا تكتب الشاب ناوي انها ترجع للفندق ما زال عندنا شوية الوقت للغروب تشوف الغروب ما زال طويلة ما ستترجع فيها بحثة افكار كلها تترجع لزياد يلا درجة يترجع لها كالطريقة هذا كان حسكت لمحوه الشخص جاي من بعيد عكس كل الرجلين كيف يحصل بسرعة بغير يلحق شي شي حاجة مبين شفيفة تقبل اسم وقلب ها قفز حسك يخرج من صدر بدون متشعر ترجعت للور بسرعة يوم صدقاش انه هنا جاي وجاي البلاصة قبل الغرب دقائق هو زياد ممشاش وليسعوا تشوفو حسان الاول او من بعيد سبس غادة هاكا اللفص البلاصة ولكن الدرقات مروا حد سخرة كبيرة باش ما يشوف هاش بقى هاكا تطلع لي من ورد الحجرة الكبيرة كان عطاب التهر يقلم شلعي يمكن معارش بلا كين هنا يمكن ضن احداث بحالها واقف هزعز الفوق دارك فوق الخد الايسر هو بشي سامة كانت هر على شفاءها واش حسب الآلم حسب الآلم في الخد اللي ضرب عزو فيه حسس بقلبها كيف رف رف بالرغم عليها كات هتف بقلبها قرب قرب وطلب مني اسمح وغير اسمح لك نعداس ويا كات كت تكتم الكف الذي يرفق في الجيب سروال خرج منه شي صغيرة خرج الخاتم كي يرى در ايمان كف على قلب كأن تحاول انه تسهد نوع الجموح بصور صدر زياد بشوية حتى تشوف الجانب بحل خاف بعد النور ورجعت رغم منها تشوف ويتأمل الخاتم قريب من وجهه عينية بين الحزن يقرب ونشفيف ونبس بشوية حساس بل اطراف ديال كترتاجف دور شعر خط ديال كي لا مقدر تحمل كيف يتبهد كده انه يكون شعف وما يوقع وانه واش غد القصة ديال غد هك على الاقل ماشي من جانب ديال لانه ضروري خصص اعطيه فرصة خصص خصص ما قدر بحل موقع وانه بعد ديال لور فعكس الاتجاه لوقفي هكا دارت بسرعة ورجعت مرة اخرى بحل جاية من وراه بحل اسبقات ومشي ما شافت من قبل كان الشمس غربات لغضب بسرعة بحل خايفة من شي حاجة اللي قاعد تخرج لها من لور ديال كس اخر قاعد بسالعة كانت عارفة انه وراها لماذا سيجعلها واذا سيجعلها ولا سيجعلها واذا سيجعلها ما عارفة ما سيقع تسمع الخطوات الراحة لانه ديال منطقة ما عارفة ما الصوت الأخدم دياله حتى سمعت صوته ايمان اسم ديالها بحل ونشودة بحل شي مصدر ديال السعادة نهد قلبها براحة ياك تحمد الله انه انه كين بسرعة أقل كأنها تسنى تأكيد تحس بها كيزيد في السرعة دياله وكيقرب حسو وقف حدها ايمان انتي هنا من امتى انتي هنا بينات البالها على وجهها كتشوف فيه كيتأمل ملامحه وكتأمل ملامحه وكتحاول تصدق انه فعلا قدامها كيتكلمها وهي ما قدش عندديك القدرة على التفكير كيفاش تصرف انتي هنا لماذا ما لتبراسة كتحاول تفهم السؤال ولكن شغلت هذه السعادة التي تحس بها قدامها هذه الطبيعة التي تخلصت مالك نفسها قلت بوضو حاولت تخليها نوعا ما بارد كيف هذا السؤال وعليش انتي هنا بغي تجاوب منك فكسي كيفاش ما شفتكش قلت ايمان وهي تربع هذا روعة يمكن حسو ما قلبت شهلية وليس لا يمكن أن يكسوني اعتار الطريقة سيم الحقي تسأمل هكذا كيفان لاس إحاطين من واحد المنخفض دورت وجهة شوية ويترسم على وجهة العقوس على الرغم من ان قلب هي التراقص بهت شوية ورجع اقل واخر قدر المدوب اخر تلف ايمان الى هكذا تشفي بعث سمحيني صمت طويل وهي كاتبت في استرجاع الموقف كانت كالأحاسيز ديالة بقدر الغضب والخوف كان في الداخل ديالة مزيج عجيب بين الرفق والغضب والتسابح حتى الصمت لها حتى عود ننطق سمحيني ما قصدت اني نخوف او لا نجبر لها شي ما قصدت انك تهيني نهينك وش هكذا القبلة كانت سهنة كرزات على سنانوية كتسمع لفظ القبلة شحل جاري عرفك رعي الالفظ ديالك واخص بحيلي ولكن هرك فعلا درسي هرك خلاتيني كتي غدي تجبرني على شي حاجة وهنتيني كيف او كنت انك تقدر تقرب لي هكك كانت غير لحظة ديال الجراء بدون ذكير كتقصد واقاح ما بالغتي شوية هكك كلم ذكي يبن للمال يحضر الغضر حسن تقدس ايمان وقال لك واذا انت مسلم غير انت مسلم زمارك عربي لذلك مخصوش يكون هكك يشوف تكشير درسي البارح كان خطأ وخطأ فادح هل تفهم انت لا تفهم في فرنسا انا رمش نيكول ولا صوفي انا ايمان ايمان فاروق ولا انت عارف بزف ملا الحدود هكي نضار رخ سكوح الحدود حسن لو انك ما تخزان اشبه والله زياد عمري ما تسميت تنطق هكك زويد بحلي يوم لتك تشوف نظرة المحدرة در هكك صبع فوق 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 صافي صافي سمحي دي انا ستسكوز سمت غدا ايمان حساس بالغطب صافي ايمان اول مرة كانت تسمى شحدها كيف اسم دي ايمان ومشائرها بحلش بنتص سادجة صغيرة تفرح ابسط لحواج خفز بلاصة ستوصل لعندها ايمان خلص بستين كار حسن تقوى بسحر دي ايمان دي ما غن عايت لك ايمان كيف ما كنبغي تتكي هكا المنامح الاعتراض على وجه معا ان القلب يرقص فرح وشحال هو امر هي قدك تضاد ما بين احساس التي تحس به ما بين افكار افكار التي يفرض على العقل سبعين انا اعرف بلخص ضروري يكون حدود ولكن لا يمكن انتغلب على احساس الذي وقع لدهر الحيث هزني و اضع بعدها رات مني انتك اللحظة اني يلحظنك ولكن لنجعل خلص الاخت وشح وانتك وانتك انت لا انت انت كذلك احساس الانت اشيج اي التن اشيج اي اشيك لست اعجاب انت احساس ببلي احساس انت انت احساس انت ابقى سوف يكون لدي مشكلة وشعرفة ماذا يعني الاصابة للاعب كرة القدم ومع ذلك ما فكرتش وما تردتش هرشي لاش كان واحد العبوث بدك يترسم على وجهها كنت تشعر بالحانين هاكا في الملبح ديالا وهي كتسبة زلزلتني ذيك الحقيقة انك ولي شي شي حاجة مهمة في السفع عندي وبدك السرعة لدرجة اني خاطرت مستقبلها قبلك وبدك تلاقيتك في المطعم كنت تشعر بعد تملك كنت تشعر بالأرسيباك في نفس الوقت حسنا تشعر بالأرسيباك الأرسيباك ليس غير لبنات فقط حسنا بدأت في العلاقات جديدة كنت تسمعني ورفع حواجبها باندهاج لكلمات دياله كنت تشعر بالأرسيباك باللهفة بالخوف عليك حسيت بش حاجة جديدة في حياتي كنت تدفعني لشي تصرفات تعمري مدرسة كنت تشوفك وانتي كنت تساكلي كنت تحاول السيطرة على المشاير ديالي ولكن قدام الباب دياله وغرفة ديالك ما قدرتش كنت تشوفك وما عرفتش حسيت بالمكان ديالك عندي مختلفة حسيت بالخوف عليك موقع اللي يوقع تسمحني يا مكانش ذك الشي غادي يوقع ولكن احنا باشر مشي حجر إذا كتبنا المشاعر دياله في أدق المواقف فيبتغدين تلقوا سرحة ولكن هذا الشي مخصوش يكون زياد القلب بعض المرات بكي يحسر بشي بدل الكلمة كنت تسمع لي مفاجأة ورا مفاجأة وذيك الجرعة دياله صراحة في الكلام بحل كنت تسمع أجمل قصائد الغزل فين كانت وفين ولا تشكون كانت وشنو صبحات من هذيك الباكية الملساعة اللي كتظنوا أنه سافر وقدتقلس على الأطلال كتبكي عليهم حساها وحدها كيشرح لي أدق تفاصيل أحاسي دياله والمشاعر دياله هي أشبهها بسحابر مادية متيرة للقلق ولكن ملكتها الزرياح حساكت نهبر من ذيك الأمطار البديعة حاولت تبتازم رك هنسيني وش كنتكي حسب لك غدي نوافقة لأنك تقرب لي هكذاك؟ وش فهمتي شنو درسي؟ صدقيني تعريف الإهانة مختلف سبباً على تعريف ديالك هذا شي مكاهنينيش دونك شنو اللي كاهنيك على العموم بسمحي دي وكي تجاوبت لي معي ماكتشغلي سابطي من النظارين نهائياً الشك أنه بزم لغسيلها في التفكير كي يوقف مناتهم نهدات وكسافة كي يحفطم نفات الصبر حساك تعرف أن الفارق ما ينتجاودي الي وبيرد الفعل اللي أصدر مني الفارق كبير بالساف و أي فارق رك صرف قطيني و كال ممكن دير ما هو أكثر لا أعرف كيف أستطيع أن أتحدث عن باب الغرفة و حتى تتحدث عن طريقة حتى تتكلم في نفس الموضوع كيف تتحدث عن أفكارها و أفكارها بالفعل سمحي لي ولكن أنا لم أتحدث عن قواتي على الإطلاق حتى أخذ فاتر كلماتي ماذا من ذلك؟ و هكذا كان هجوم؟ كيف هجوم؟ قطع الكلماتي ماذا من ذلك في كتبة؟ أحسنت على إحمارات كامل وجنة كاملاتها مهما كان لديه سيما لا يهمني ولكن كن يمكن أن أقع معه أسوأ أتقال أن ترى أمو طوالا قطعك مصرع أه؟ و ما هو ماذا يريد أن تصدق لديك؟ قطعك مصرعك لقد صحيح لديه دمضي لقد ترى بشيء أعجي أن ترى أمو جيد كيف ترى أمو يشبك و لكنني لا أضفع و لكنني لا أصفع و لا اسمح لي فهم الخدداء دياله و بدك يضحك يلا إيمة حاولت تكتم التضحك عن دياله كنت مغرور و قليل آداب قفوا كي يشير لابتها دياله شين هرغل خليك تفايد سمن دياله الإهانات كلها أنا ما كنساش تعرض ديالي كان ديك ساعة الضلام كي بلال حسد تعبير دياله شو كي بلاله عمزيان ولكن سمعت ديك اللاجة دياله الماري حابل لك أنك يحاول أنه يتجهل جملة دياله الأخيرة والمخيفة ثموا قاعدين اطلام لو كي يزربو أنا معك متخافيش قالت هم اشتغيض وهكا كبلا ما تلتفت لي سارة هو مصدر الخوف ديالي خلع غدي نضربك إيمة إلا قربتي فكرتي أنك تقرب لي هاد المرة غدي نوريك قالت إيمة وهي كان زيت كاتتصرها كتر و كاتبتها سم كنت شكتنش نهار أن هاد الشي اللي وقاعد يخليها تحسب سعادة لها الدراجة كانوا مصلون قدام باب ديال الفندق حسن التقذيات غدي ندخلوا بزوج إيمان الله سي غدي ندخلوا بزوج والناس الناس ماشي ملاسي ممتية لتابة عارفوني بزاف رجوع عندي البارح و حسن اليوم هكا تتكلموا معايا شي مشكل بالصح ما بكتش عارفة شنو غدي سعارفي انتي في كل مرة كن بغي نهضر معاك تسنطيني اهه وبالنسبة لي انا انتي كبيرة و ناجب ما فيه الكفاية لا تريد ان تتكلموا من الناس قد مزحها جماوية بغت نطاق تسع سيف و تشوف تلك المبالاة التي لديها فين ستتلقى عندي عشاء اعمال بالليل يمكن مبعد و لماذا مبعد؟ بذل عندنا الوقت فين سيقول الشماء لكم؟ ذكرت لي اسم المطعم؟ ممممممممممممممممممممممممممممممم و المناسال سبب کدامك و الراقمك حسن تسنل الخدمة جائلك لالا زياد سيطلبكني هكذا قالت القلب ديالك يضق هاكا تمتم وكهدي انا درابنا حرير ها دير رضلك شمي يمدك شري درسيلية عفك لازم انا ديالي والمدير ما تسميش الا الزياد تمتمات بخوفوط مغرور عمرشي حدقال لي ها انا قلتالك انا مختلفة سي انتي مختلفة بزاف اجمل حاجة فيك انك ما تسميش شكون انا والاجمل هو انك السماسكة وقوية شخصيصك هي الاجمل ملامحك والاجمل عينيك تضغط غاس مشاعرها وجهها حمر ذاك الحديث اللي كانت تنتق بي وحليها في حلقة تلفتتها هاكا تشوف فديك الرضا ديال الفندق هي كتتتهرب منه اسمح لي يخصي دخل الى السيريب لا ما تنسي هذه اللقب كل نفسه ونفس منك اللعفة كتشمسة في حرمانيك قالت صوصوصة كيرتاجف بالحب كل وقفاس معها حسن للفجر ما كانش غايت ساله الكلمات بناسهم تراجعت خطوة اللور اشارت بالكافة دياله اشارة صغيرة بالوضع وتلفسات هاكا الطريقة تقعدها هاكا بسرعة وفي الحجرة دياله تلقات العين لكل مشاعر الارتياح والسعادة اللي كتشمسة ونهر شافته وقفاس كانت تلبس وكانتدندن وهي كانت تحسن انها الاول مرة ستكون على مواعد حقيقي معها وعلى ما ايضة العشاء الطويلة قدسوا كلهم كانت لابسة ملوز بيضة ديال الحرير بخيوط ديال الفندق جاكت عنيق اسود اللون وجيب سوداء كتسوصل الاسفل ودير الشعل دياله هاكا مرقطة المجهة دياله كان كايبان جدا بسازجب اللون ديال الفرحة في عينها اللي كلمة اللي كتسناول دخول دياله متعلقين بذلك الخيال الطويل دخل كاللبس بدلة رسمية رائحة تفاجآت بديك تطلّ دياله الانيقة بتقلبها كايضاق بسرعة هي كتشوف وكتشوف بتيسامة دياله بتيسامة خافية مجرد ما قلس قدامها عرفت انه عادل كي يخبيه على العكس ولكن زياد مستسلمش وبدل بلاسه بشي يباليها اكثر وسباليها اكثر وقلس بعد ما فكر زينة ديال الجاكت وكايبتاسم بشيسامة حساسة بتسوصل اللي حاولي تخبيه مرارا حاولي تصرف اندراني وتركز معادة اللي كتشلس معه بدون جدوى شي بتسهل انه يكون مراقبها مراقبها شكون زياد الانسان اللي كعزبغيه دقائق طويلة من الارتباك والشروط وفرحتها ونذراتهم المختلصة انتهى العشاء وخرجوا كلهم بين مقالة ايمال ريهام انا سيبقى هنا قليلا نشوف شي فقرة بعد ريهام وهي كانت تائب وخرجات ولكن قبل ما ينوت زيادة يوقف كان عادل رجع بصرعة من الباب المطعم افتجاه ايمال للذكرات الوعي دياله بانها ديال هادرة انه بغي تتكلمها وهذا الشي اللي كان خاصة فضل لحظة جال زميل ديالها عادل وقلسوا ايمال بحل ديك الصفحة المكشوفة قدم زياد لحيدات البشي سامع دياله حل مكان عبوس وغتم عينيه عينيها كي تتوصلوا لي انه ميديروالو ما عارفاش السر ديال التغير دياله هاكتا علش هو هيك يشوفها بهتطريقة علش اصبحها كمسملك بحالك يحاسبها على اي حاجة اي حاجة كتديرها بساهو لعدون قصد صرخة في المقعد دياله هاكتا وهيك يلعب بالمفاسيح تعبيرات الغضب كيش كتشوف فيها مره مخصبرة علش يا رجل هاكتا مكانش كتعرف معنى ديال كلمة رجل من قبل منو انتبهات العادي اللي كيهدار وكيهدار كيعود لها المشاعر دياله تجاه ريهام كيطلب لها المساعدة انها تتعرف على مشاعر ريهام انها تدخل بيناتهم وخبراتهم بقناتها بانها هاد شي ما كيحسنش وساطة خصوية عارف كيفاشي هكي يتكلم معها وخلاها تكيف مع الوضع هاد رسالة ايمان اه وفين الصعوبة عادي الصعوبة اني مطلق السبب الوحيد اللي ممكن ينهي اي املية في الموضع وشني كياني انها كنت لق وشني كياني مطلقة ماشي باشار ما عندهم مش الحق انهم يخضوا فرصات ثانية وثالثة ومعرفتش خايف انها ما تقبلش سرطة بطبيع اللي رفضعتني لهذا السبب خدني نحسب الضرم ساحد ما يقدر يضمن لك ان اي موضع في الكون ممكن يوقع اي سبب ممكن يختار في بالك ولكن حاول كتغي بغيتين نعرف الرأي دياله بطريقة غير مباشرة ولو هي رفضة ديكسان قدر نتعامل ثانية عادي كم هو زملاء بدون احراج السكساس ايمانوية كتحاول ان يسوزن الهدرة دياله يمكن عنده الحق ولكن لو لم اعرفتها بعد الميل ورها متجهه كان ممكن انها تطعوه شفت في الوجه دياله العابس نوع اخر من الحب الحب اللي ممتازيج بالشعور بالنقص والخوف قررت انها سعونه واخا غادي ندميري معها وعلى ضمانتي ولكن عافك مضيوش حلوط اللحظة ديال اول كلام بناسكم على الارتباط ودخلوني انا فيه شفتها بتردد كيفش يعني انا ضمانتك؟ بتاسمت ايمان يعني كنظل ان ريهام ميالة لك شوية هي مقاتل يوانو ولكن انا فهمت هذا الشي كنها نفسها تقدرها لا تكون عارفة وش بالصح او لك تضحكي؟ كنظر معك بالصح ان شاء الله تقول ايمان قال تبتشوف واتنسوه ومتنسوه جدك ساعة حلاوتي هذا عادي من البلاسو ومفرحان وش انتي اشنو 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 شي حاجة بحلها كدك سوالها وش ما زال غدي تقلس هنا كانت كتفكر ما غدي تقول لي ما زال كانت فاتت قرصوا اعلان دي على المطعم بلكن احد الفقرة فانية شوية غدي تشوف شوية كاي عزف القيطار وبعد تطلع يلا انا غدي امشي الان وجد الهدران ما غدي نقول له ما عرفش شكرا مستفى ايمان ومس براسة ومشا ولس مواجهة زياد وجهة كايبا ماليه انتظار واللهثة ولكنه مجاش ولد قدير قلبها بطيئة ويكا تشوف فيه كي يشوف الباب من خرج عادل رغم انه وداز ودقائق كتس نفيه في صمت ويمكنش لا تبقى قلس هاد اللوقت كامل يقدر هو يبقى حصول الصباح ما عنده مشكين شده التلفون دياله كتشوف في الوقت سافي غدي تنوض غدي تنوض مدم كيتصرف عكبة الطريقة الساخيفة مدم موصر اني حول هاد اللحظات اللي كتسنتها مطولة لنضح هادا تسوى تصور انتظار شنو غدي تدير لتكت هز التلفون ديالها الاشيئ دياله كتديرها في الحقيبة حتى نضم بلاسه وما شافتش شيه ويكادزة مش فايفة كبه وبوص بحدي كلمة صغيرة اللي نضم بلاسه حتى هو اللقم تاعمها فين غادا؟ غدي نمشي ما غديش نخلي زملاء ديالي مشو انا غبقى قاسها بوحدي ولكن تبعنا جيتس جيتسي شو حمدقي قوت سبخليني قاسها بوحدي شو كون هادا؟ دهشات السؤال جالو شنا هو؟ ماذا هو الشاب اللي داك نهار كان كيدوي معك؟ ياك كيفش وقاعدت شوات السرعة؟ صباح تعرفت عليه واذا كيدوي معك؟ ها؟ ها تعرفت عليه؟ غمضت عمان عينها وياك تحاول تفهم ماذا يقول ماذا يقول ادرا هزام يديري في الشريكة ماشي تعرفت عليه الصباح لكن عارفه تلت سنين هاتي كان المعنى المبطن في الكلمات دياله مهين بعد الشيء وشكتظن اني لو تعرفت على شيء واحد صباح تلتقى هكا في الليل ويحضر العشاء ديال العمل ديالي ولكن مش شوش انا في العشاء يلا دخل وقلس بدون مقدمات بشكتشوف فيه بصدمة لا ماشي يلا دخل را كان قلس معانا ومشا معهم وعودا رجع دخل بدك يحاول ان يفهم الموضوع هكا بقلع بلهجة حاول انها تكون بسيطة زميل ديالك ما ضدتش لي البل كانوا بزاف قالسين وكان هو عادك بالطر بدك يحاول يتفكر ولكن لاش ارجع وش انا في الحقيق ولا شنو قال سب بعد ضيق كانت حسبيه بحلة كي يستفدت هكا ومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم و Luxe و قمت أصنعФVi لا تفعل ذلك 救命 ال�оне بإختيار يعني جميلة ، يجب أن تتعرف هذا NIKiles و ، رئيس !!!! و رائعة الإنطباء و رأس جميلة لكن و هذا الخطأ فارح و كيف كانت تحنة مرة و كيف كانت كيبان الجسم لها و لكن مزيد انك تتلعج عسيف و انتحك و انتحك و انتحك و انتحك و انتتحك خفيفة بسببك و كيف تقول لها يا بج تحك و اذا كانت تحك و انت فكرت لما انا بحديانه كيف تتلقى صوتك بشمية و كانت تضرب هدوه و يقرر يكرر اسمك بشمية كيف تقول لها ؟ قبل ان يخرج و يقف بلعجة مسرحية يقول لك شي حاجة ستضحك و ستتفسير ايمان هكما بطرعسة تسمع لي كل شي حلو و عرفه و كيف يرقبها فعلا كيف يرقبها نلتسف المقاعد ديالها باستيسلام فقوجها نظرة شرون كانت صنة تفسير ما كانت حاضرة تحاول تستوعب بشمية قاسة مع زياد و يحاسب على امور تعرفها بحل شي جوج لك يعرفه بعضهم مدة بحل شي حبيبين بحل شي أصديقاء و شك هتحلم سبحان الله شنو هادشي يكفي انك سعرف انه ما بينه وبينه والو فرعي ديالك شو اللي غيخليني مضطرة اني الخبرك بانتفاصيل اللي غيخليك مضطرة و انا هو انه بقاش عندنا الوقت بسا في خدمة ديالك بدات الوقت كامل فعلا كان عنده الحق اه اعفك بدل الموضوع ما غديش نبط له خل المقانوية حسب الصباح قولي لي شنو شنو كاين و في الساس المات فعلا ربحها فضل نقطة حكت لي شنو كاين من الأول وبعد حاولت تسابط الموضوع وتفكرت الاسئلة اللي ما جاوبش عليها تلبس بانه انه يحكي لها الاجبابة ديالك الاسئلة حاولي يتعرب ولكن اصرت على انه يقولها شنو كاين جئت للندوة وبدأ فيها الفوضل سوف ترى كيفية تكون الندوة كيفية تتكلمي فيها ومن بعد عيدت لك باش نقول لك بالله رأيك كثير مزيانة فيها ولكن ما عرفت شنو قائع كثير الفتين تباهي بثاف هذه المحدثة الأولى ومن بعد مني تلاقيتك بره اخرى بصدفة كتكلس بثاف في الغرفة ديالي كيفية نستخدمتك بدون القصد قررت نخرج لسمعك قايتك بنسي ياما بعيد جئت باش نعتادر على ذلك الشيء اللي وقع حسا عندك تأثر الحزن اللي ما نفعينك بعد الندوة إذن كان كيفية ما كانت تعني بالأسئلة كان كيفية شاكثة ربما ورجع كمل ثاني يوم هو اللي ما كانت مصادفة جئت كنقلب عليك وبعد اللقاء ديالي الأول وحسيت أنك ستكون يسمع جئت شي حاجة خلاتني هكا أن يمشي ولقاك سمعه فعل قايتك كان القلب جيالك يضق هكا بوطرة عارية هي كتذكر ديالك التفاصيل ولكن كي عودة بلسانه تحساس بديك الفرحة في العين وفي القلب ساكسة كتتصنط ليه بتاسم هكا ابتسانه اللي وصلح سلعيني وهكذا دوس أسبوع بسبابك هنايا في اليوم ديالي قاعد ديالي الأول كتا غديني مشي الجانوب ما كتش غمق هنا ونهار تسالت كرخصين أرجع كان دي موعد ديال الطائرة ولكن ما بشيتش كانت مفاجأة لها غير برنامج دياله ديال رحلة دياله على قبلها بسبابها حاولت تسيطر على المشاعر ديال الساخب في هذه اللحظة كان ضن أن هذه معظم الأسئلة اللي كانت وكان اعتقد أن دكش لوقابيناتنا لحد اللحظة كي يجاوب على دكش اللي يسبق منها واليوم قال سعب خفوت اليوم اليوم كتش جاي باش نشوف نظرة وداعنا البلصة اللي تلاقينا فيها نفس الإحساس اللي احساس به حسا أنه استخدم نفس الألفاظ حتى كمال زياد بعيساب وملي ما قدرش أني نقولها لك ديك سعف التليفون وأني نطلاقاك فهم لي صديتي التليفون فوشي علش غلقتي الخط وش انت قوية ثلاثة لحد هذا جاماته إيمان بالعكس أنا ضعيفة لا لا بالعكس إيمان ما كتبني شي ضعيفة انتي قاطع كلماته فجأة وكيتأمل ملامي حمليا وش عارف لش حلال في ساقتك حسا تبغس في خلاياها كامل جاءت اللحظات الصعيبة ما بسبدله المزاح المرح والعيناد خرج من جيب جياله شي حاجة وكيف حاجة تبغس الخاسم من جديد وعود اخودي عافك لا تستطيع في عيدك تأمل العلبة وكيف تذكر اللحظة اللحظة التي شاهدتها في خلاياها وكيف ترى إيمان وعند أنك عمرها تصحيدي مهما المطلب جياله يعني بعد سنوات سوف تبغس تبغس بعد أن تدوز الأيام تفوس هذه القصة القصيرة بعد أن يمشي البلاد وينساها لأبد وكيف تفقد عرافة وكيف تذكرها لأبد الزياد وكيف تنساني وخصي أنا كانت تعذب وأنا كانت تشوفه في إيدي قالت بلها جوية حاولت سماسك ما أمكن ولكن ما الذي يجعل تقولي أنني سننسك عمارة ما لا يقع سننسك 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 من نوع العبارة وكيف تقوى فيها هذه الدكرة وماذا الفائدة سننسك قليل من الكبرياء حساب الزياد سننسك 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 وعود تبعثها أعين وكيف ترفض أعين أخرى أنها تصدقها عافك لا تحيد من حياتك سأنتقل بك أعطني الرقم وكيف نحن بداية سننسك الرقم سننسك سننسك وإيميل تتعجب الرقم غريب كون فرنسا أو الهاتف الرقم الذي لا تستطيع سننسك 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 لا يوجد حسابات وتفاصل الاجتماع هناك أكثر محادثات صفحة لديني في التويتر كيف سنستطيع استخدمها أعطني الأن أعطني وحاولت أنها تبادل تبتسامة تماما بحالة لم يكن لدى تسمح أنه يستطيع تبتسامة الكاملة المؤس كيف سيطر على ملمحة أشرت قليلا أعطني غير أعطني أعطني عددا لم يكن يفتح ليل ومن المرز في المعسكر كي يكون مصباح بالاتصالات طويلة سوف نحاول ان نتعلم معي الاتصال بك كانت تفكر فعلا لأننا عادت مكتس لنا كل نهار مكالمة و لا تتساصل مبدئيا سوف نتصل بك لحد قطعت سؤيمان و قل ان شاء الله قال زياد بهذه كافة كله و تلبسه انه يقولها بالعربية و تحاولت انه يكون بسات امسا الموعد للطيارة بعد 8 صباح سوف نكون قبل بساتين خصين فق بكري مع الخمسة هذا الشي للعس سوف نأكل قبضة تغيطها و تفكر حسا هيا سوف يتجع الناس يلي ما اعرف اش حسل دمك كيف سوف يتصرف من الترجع لغرفة و تخليه و احضرها كافة التليفون والحجرة و سوف تكون فيها نوع من البتدال و لا الاجلال اللحظة اللي هو في اعدابة خصت كل وداه الاخير سالة كل شي سالات العذرة حاولت بصعوبة انها تنضم بلحظة بضعف نض هو الاخر و ثم غادي يبجج بيهم جاءت اللحظة نغيمشي كل واحد فيهم تتجاه الغرفة جياله قف قدامها و هكا كيشفع ايمان تخليل فساقتك ثم سمت ايمان و هيك تحاول تغالب دموعه و اخا مع السلامه السودعك الله الذي لا تضيع ودائه السودعات زيت قلبها و السودعاته و عند الله حتى يردوا ليها قلتها هكا و يمآبع بها ثم ستبطق في ذاك الرواق لكي يبتل الحجرة دياله والحزن كي يجد بال اسفل خطواتها كيتقاله بينما هو بقى واقف وش تلفت ليه تلفتو و ترجع تشوف المعلابح دياله و ترجع تطيع منها ثاني لا ستحتفظ باخر صورة ليه في ذاك رياسه و في ذاكرة بدون تشويش ولكن من وصلت الباب للحجرة ما قدرتش تلتازم ذاك الفكرة تلفتها تبطق بشوية كيتشوف كبلا واقف في الخردية الرواق بهيد و يلا غادي تلقات عينيهم مرة اخرى و تصمر كل واحد منهم في بلاستو كيتسنها تدخل كيتسنها تدخل و يختافي في ذاك الرواق حتى حسب هو الامر عشر اللعبة تدخل هكا كان من الصعب الاشياء بالنسبة لها خص قلبها يدخل و تسد الباب للحجرة و ما زال برا ولكن مور غاما قدي تديرها باش تساني هاد الحدام تلك اللحظات من بعد الفراق تكون هكا تقيلة و صعبة و صعبة لحظات بحالك تنتزل كرة من الشوك من الجسد دخلت الحجرة صدت الباب للسوان يوم بعد بسحاته احكم اصابه و خرجت راسه تساكد ان ربقه و انه زياد فعلا كالفراغ مخيف بحال الفراغ عمرها الجاي صدت الباب و ارسلت في احضان البكاء شعاقها ساكا تساكد حين تحاول تسيطر عليها و تختبر احاسيسة جديدة في قلبها بدنا هجنا استقرر بالصباح كانت هالاقل مرساحة انها لا اخذ دمش اليوم بعد هالاقل ترتاح بعد هذه الليلة المرغقة بالنسبة لها خرجتها كبط حتى وصلت الانستقبال حتى تلقى واحد العلبة المتوسطة الحجم اعطاها لها الموظف ثم قلبها بالنسبة لها قبل ان لا يخرج احساس فيها تستخدم عنده وهذا تقلب على موضع البصمة السبعان و فوقها حتى ترى قلبها كارجف كارجفة كارجفة القلب من البحة تقلصات الامر وقالها حاولت انها تسماسك كانت بغاية خطابة كارجفة صغيرة و كلمة واحدة المتوسطة و قلبها كارجفة صغيرة يحتضى ان ورده بين طيانتيال و شدت الورده و رفعتها الامر يحتضم كل مقامة من عندها في تحديك الكارت ببطء ولا الدموع كيتلقه في عينها كتقرش نمكسوب فيها نيفرتيتي حيث كتشبه لك بالإيباء ديالك وهو رأسك المرفوع ديمن وشوكولة بتأكيد حيث كتبت دروري غزقوني سمعها تفكريني كل مدابس فمك ووردة خليها حداك ووردة ديال لحظة الأخيرة بينها غزقوني كتبعي الورد زياد ثم مرس عينها فوق لإسم ديالو وديك الكلمات المنمقة الراقية خلها الدموع كي ينزلوا من عينها مرة أخرى بتحسم قلبها قبل شفائفها وش كان كريد حق كن هكا شاف قدامه وهي شداد العلبة هذه وش هد الكلمات فيها عاطفة والاعتراف الزاد صندق مرة أخرى وسمت غدا بنفس البطء خلصها ترجع للبطار بحلها رجع الأحضار من بعدها بكامل ما أعجب نسبيات الزمن بحلها تحاول أنها تتسابين أنها باخير ولكن عينها بحلها بدهولين بالراس كل هذا الشي لهم بقلة النوم ليلة الفائسة وبالها تلسيام كانت عندها شوية عام رباء بالعمل وهذا بقيتها كعلى فراشها كتحاول تستساعد الأفكار ديالها وتقهدها وتستوى بهذا الشي لوقع لها في هات تلسيام فعلا رجعت للمنزل ولكن القلب والقلب قبعين حتى حاجة ما عندها ماضاق لا طعام لا أكل لا ميزح ديال المي لا الدفء ديال لا أيلة والو تحاجة بقى عندها أهمية كيف ما كان العامة الديالة اللي مشتلي في اليوم التالي حاولت أنها تبقى تبينها كمنتعيشة وناجحة كيف ما كانت واسقة كل شي كي ينتظر منها أنها تكون هكذاك إيمان خسك دورات مكتفة يلت تمشيل بشي صدقك للناس بشي تبني عندك بخير وصلني يوم الحد يوم المزعوم وش غتي تتصل بها ولا لا وش غتي تفكرها ولا نساها قاعد الأسئلة كتدور في دماغها بقاس هكا كتتقلب على في المواقع والبحث على الأخبار ولكن اش كتتدير يا إيمان تش ما كتتعرفيش اللاعب تش كتتبغي الإنسان اللي حفظتي ملامحه وابتسامته وعيني والغضب دياله ونبرة صوته وشكل ديالك في دياله وطريقة لمشي تش ما تقلبيش على صورة هكا تشوفيها لا تشرك حافظة تفاصيل دياله ومحتاجات للصورة وقد كتضيع السهات كتسنة شاردة وش غدي تتصل أولا لا كيدوزوت السهات الثوال مميلين أرجعت لدك الصندوق في صحاته هي كلا تغيب حدا من ديال قطعة ديال الشوكولات بغشاش تسليها تغيب حرصتها لأنها تحت المي غيب حدا بغشاش تسلي بسرعة ديالك ساعة مساء مي بالبخل ولكن ما كان عندها مدير لا تجعل ذلك الشوكولات اللي هداله زياد أنها تسالب بسرعة بغشاش ترمى في سلات المهبالات دارت وردها بين صفحات ديال آهز كتاب عندها ودكت تمثال صغير ديال النيفرسيتي اللي هدالها دارت صفحة دراف الدولاب كتشوفوا كل مفتحاته كتشوفوا كتفكر زياد اللي فعلا من سازوش دارتوا دقيق صراحة لدرجات مخيفة تتحسين لأنه يستيقف سيطل ويستيقف تتحسين لك الكامل الذي سيتسنى و الطعام المتاخر ودائما كمعانة نسل تحسين بالأمل حتى السمع الفجر يُسنى لندس غير ده كان العقلها عاجز على التفكير في التفسير والأسباب والطعم المرارة والخدلان التي تقوم بها يحتاج إلى عصاب وجدوها تحاول تسيطر عليها وعلى دموها لكي تقدر انها تنطل و تصلي الفجر كيف ملعادة و تحاول انها تساعد الناس لكي تنطل عملها في الصباح بقيت كل ليلة كنت تفكر لكي تلت يام لدوزة معها بكل التفاصيل والخلفيات والأصوات و تساعد قدامها يوم ألا يوم ليلة لليلة و ماذا نصبب ذلك المشاعر و تصرفات الغيورة المتملكة لحساسها بها و ماذا كان ذلك فعلا صحيح و لكن كان ذلك يدوز بها الوقت كان غيكي نفقها حتى تتصال من نمجها و ماذا يمكن أن تضغيها كانت سهولة ما زالت تحاول انها تساعد طبيعية و اكثر يملك تكون بحدها ولكن ما ان تكون بحدها حتى تطلق لعين المشاعر و ندموها كي يصولها في الخدمة مهلك كي تجعب غيب إلا العيار غير الخدمة قرر بالحد عام ثاني و بدأ الأمل من جديد كي ينبو على استحياء بداخلها بدأ كي يكبر داك الأمل و كي يتضخم حتى كي يولي حتمال كبير كي يسيطر على أفكارها و كي يتصل هذا المرة أو لا لا تأكيد عدي يتصل اشتقت له بالساف الصوت و النبارات المزاح دياله العينات اشتقت لدرجة انها و كي تحسب الدوخة اليوم لحد كانت ملأسات اليوم لأحد بالشوق و الترقب بغيت هاتبه على انه ما تتصلش به الأسبوع اللي فات ما غديش تخلي هاد شي يخفي المشاعر دياله شنو 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 جدواء الناس خفيها اللي بيناسهم و اللي معروف اللي هم زوج بيهم حلشت الظهر و تتحمل عيب السيطرة على ملامحة و صوتها بشتبين انها أقل سأثر وأكثر برود بساتك تسن التصال دياله كتطلب الله انه يتصل نحساس ماي ولكن هي ملحساش الاهم انها تتخلص من داك الكابوس يا الخدلان قاتك تسنى دقات قلبك ثبط الى ادنى مستوياتها و هيك تشوف الحائط اللي قدامها عازز على الناس بكي شنو قاد يمكن تكون قادلوا شي حاجة لا لا تهكي تشوف الاخبار بسرعة ينوانوا الجهلات الصورة اللي قتبلى مع كل الموضوعات اللي قتبتها فها كام اللي قتبتها ولكن حاجة ماكي نفس صورة غريبة هذك ليش صورة ماكتعرفوش هيكتعرف زياد الانسان بقات هكذا كليل كامل خرجت للشرفة كتشوف تلوه ديال الصباح و عينها و ينزلوا الدموه بحل الامطار و هيكتحاول تصدقها تشيلك و قالها وش كان هاتشي لعبة تاسلية دخلات لداخل الغرفة و هيكتحاول تحرك ذاك الخاصة بصباحة مبغاش تحيطه و كي معارفاش و لكنه موفاش بالوعد وش تحافظي الوعد هو موفاش بني بغت تحركه من بلاس و غشوية تذكر نفسه ان كل شي جائز و انه لا سوابسة في الحياة و انها قادرة انها تديرها يمكن تقدر تحيطه من يدعو مقدرهاش تحاول تحيطه و لكن مقدرهاش لا تغتلات و بعدها تحويلها لا تخرج العمل ديالها من جديد بروض و سخط يا سارة وش هنا تسالة قصة ايمان و زياد و لا كينش خبايا وش اصرار وشنو الحاجة اللي خلت زياد انه ما يتصلش بايمان وش ما زال عندهم مستقبل مع بعضهم و لا لحد هنا تسالة القصة تحيط المنات desafiant بها تحيط في السبح تحيط طول راها حش اشتركوا في القناة